الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإسم فريق مركز الإتقان الدولي للتدريب ومكتب مهارات النجاح الاستشارات تعلمية والتربوية نرحب بكم من جديد أجمل ترحيل باللقاء السابع والعشرين ضمن الحزمة الرابعة التحسين المستمر من البرنامج الرمضان الثاني التدريب على مهارات اخصاء الجودة استمتعنا أيها الأحبة بالأمس بلقاء منهجية تجنب الأقطاء ضمن منهج الجودة واليوم سيكون استمتاعنا بإذن الله تعالى عن نموزج التحسين المستمر للأداء مع سعادة المدرب المعتمد والخبير الاستشاري وخبير مضافقي الجودة سعادة الدكتور محمد العامري نرجو لكم المتعة والفائدة ونشكر لكم سلفا تفاعلكم واستفساراتكم التي دائما تسرين وتعطي اللقاء بهجة وحمس تفضل الدكتور من بدء اللقاء بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث انبعثه الله للبشرية الجمعين أيها الأحبة يتسابق العالم من حونة نحو الجودة الكل يسعى لإنتاج منتجات قابلة للتسليم بشكل مطابق للمواصفات الكل يسعى لأن يحس منظمته والكل يسعى لخفض التكلفة وزيادة عمليات الإنتاج وزيادة الجودة من أجل الحصول على رضا العملة فرضا العملة هو الهدف الأساسي لكل منظمة من منظمات الأعمال من خلال العملة تستطيع المنظمة أن تستمر وتستطيع أن تحقق الربحية وتستطيع أن تحقق العوائد لتساعدها أكثر على النمو والساعدها أكثر على القدرة لوصول حصة سوقية أكبر سواء كانت تلك منظمة في القطاع الحكومي فالقطاع الحكومي كله يجل عمله منسق على العملاء وعملية رضا العملاء وكذلك في القطاع الخيري وكذلك أيضا في القطاع الخاص ولذلك على مستوى العالم كل العالم يبحثون اليوم عن كلمة تسمى كلمة الجودة ولعل التجربة اليابانية في كايزن تصبح تجربة فارقة للتعلم منها فهم قد قاموا بتطبيق الجودة ليس لأنها بالنسبة لهم تعتبر خيار بل بالنسبة لهم لأنها تعتبر منهجية وثقافة وحاجة واحتياج نتيجة لخروجهم من الحرب العالمية وحاجتهم مرة أخرى ليعادة دولتهم ويعادة بناءها خلال الأيام الماضية كنا نتأمل في التجربة اليابانية من خلال حديثنا عن كايزن واليوم نحن سنختم هذا الحديث عن كايزن من خلال حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن نموذج يسمى نموذج التحسين مستمر وهذا النموذج هو عبارة عن ترجمة حقيقية لكل ما أخذنا حول الكايزن بمعنى تحويل كل ما أخذنا حول الكايزن إلى مشروع عملي تطبيقي داخل منظمة لتحسين العمليات هم ينطلقون من مبدأ يسمى مبدأ تجنب الأخطاء والبعد تماما على الأخطاء بمعنى الحد الكامل من الخطأ لا يمكن أن يصبح عندنا الخطأ زيرو لكن هم يرون أنه لا بد أن نصل لأقرب درجة من نسبة الخطأ صفر وبالتالي يجب أن نرفع مستوى الفاعلية ونرفع مستوى الكفاءة أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن آفاق جديدة من آفاق الجودة نحن أحبة الكرام في هذا اللقاء موضوعنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن نموذج التحسين المستمر للأداء فأهلا ومرحبا بكم أتمنى الشريحة تكون مكبرة قدامكم وواضحة للكل بشروني نعم واضح إذن أهلا ومرحبا بكم في هذا الحديث المتجدد عن نموذج التحسين المستمر هذا النموذج الذي نتحدث فيه ضمن دورتنا دورة إعداد أخصائي الجودة هذا النموذج يساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على تحسين العمليات وبشكل دائم هذا النموذج يعتمد على علاقات الجودة ويعتمد على التعاون الجماعي بين كافة العاملين داخل منظمة ويعتمد أيضا على الوعي والثقافة التنظيمية المفهومة بالنسبة لها موضوع الجودة وأنها التزام ومسؤولية من الجميع هذا الحلقة الحلقة السابعة والعشرين ضمن نموذج التحسين المستمر تأتيكم ضمن برنامجنا برنامج تمهير رمضاني لإعداد أخصائي الجودة الشاملة هذا البرنامج الثاني الذي ينطلق في أربع حزم الحزمة الأولى حزمة الثقافة التنظيمية وحزمة الثانية عندنا كانت حزمة بناء وممارسة عمليات الجودة ثم لدينا حزمة أخرى هي حزمة ضبط وتأكيد الجودة ونحن الآن في الحزمة الرابعة حزمة التحسين المستمر كل حزمة من هذه الحزمة وضعنا تحتها أربع سبع مفردات أو سبع وحدات تدريبية كل واحدة من هذه المفردات تدريبية وضعناها في حلقة منفصلة خلال ساعتين نتحدث عن هذا الموضوع وضعناها على شكل عجلة من أجل أن نرسل رسالة لإخصائي التدريب والعاملين داخل منظمة إنها مثل العجلة عندما تتحرك بذن الله ستحقق أهدافنا ونصل لهدفنا نريده ولذلك أحبتي الكرام نحن تحدثنا في الأسبوع الأول عن حزمة الثقافة التنظيمية للجودة ثم تحدثنا عن حزمة بناء مرسة عمليات الجودة ثم تحدثنا عن حزمة ضبط وتأكيد الجودة وهذه المواضيع التي كنا تحدثنا فيها اليوم موضوعنا عن موضوع التحسين مستمر للعمليات كيف نستطيع أن نقوم بعملية التحسين مستمر في نموذج التحسين المستمر لعملياتنا في هذا الموضوع نحن نناقش فيه كيف نستطيع أن نجري تحسينات فعالة داخل منظمة وكيف نستطيع أن نتجنب الأخطاء أمس كان عندنا حلقة قلنا في حلقة أمس أننا كنا نتحدث عن تجنب الأخطاء وتحدثنا فيها عن السينات الخمسة وقلنا أن ما زال عندنا جزء آخر سيكون عن تجنب الأخطاء اليوم لأنه سيتداخل معنا بعنموذج تحسين مستمر أدعو جميع الإخوة لشاهدون هذه الحلقة العودة للحلقات السابقة كلها والتعرف على ما الذي تعلمنا في الحلقات الماضية حتى استطيعوا التعرف كيف وصلنا لهذه الحلقة فنحن الآن في الحلقة السابعة والعشرين من رمضان حلقة نموذج التحسين المستمر أرحب بكم أنا أخوكم محمد العامري أحمد شهادة الدكتورة مجال عن النفس الإداري وأقدم دورات في مجال الجودة حاصل على حزام أسود متقدم في مجال الجودة السيكس سيجما وأيضا مدقيق جودة من إيريكا البريطانية وقد شاركت في مجموعة من المشاريع تجاه الجودة والعمل في مجال الجودة في أكثر منظمة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ويمكن زودتكم البعض تقارير لبعض العمليات التي كنا نسويها داخل السعودية وخارج السعودية وستجدوها منشورة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على قناتنا على اليوتيوب للتعرف عليها بشكل أكثر سعيد جدا أتعرف من تجربتكم وسعيد جدا بأسئلتكم واستفساراتكم ونقاشاتكم فهي يتثريني حقيقة ولذلك هذه أرقام تلفوني وهذا جوالي وأرقام التواصل وأرجو منكم التواصل معايا دائما وسؤالي لأن كل سؤال من قبلكم لي هو حقيقة صدقة عليها لأن كل سؤال منكم لي يتثريني يجعلني أستطيع أن أبحث أستطيع أن أتعلم أستطيع أن أوجه تفكيري ووعي نحو منطقة قد أكون أجهلها وبالتالي أنا أتعلم فأسئلتكم تجعلنا حقيقة نبحث وتجعلنا نطلع فشكرا لكم كل الشكر على إنكم تسألون وإنكم تستفسرون ولا أعدكم إنه إذا سألتوني سؤال أستطيع أجاوبه بل ساعدكم إذا سألتوني سؤال أستطيع أن أبحث بإذن الله سبحانه وتعالى وأطلع وسأتعلم سأتعلم من هذا السؤال فبالتالي أشكركم كل الشكر أنا دوري في هذا اللقاء مثل متي المعلم دوري أن أفتح لك الطريق وأنت دورك أن تبحث وأن تطرع وأن تستزيد أكثر من أجل عملية التعلم ولذلك أحبتي الكرام أرحب بكم في هذا اللقاء وسحيد جداً بوجودكم معنا في هذا اللقاء نحن في كل مرة لدينا اتفاقية هي اتفاقية التدريب وضعنا خطة لنا من بداية البداية أن يكون لنا منهجية واتفاقية للتدريب ولذلك اتفاقيتنا في التدريب وضعناها كخط عمل بالنسبة لنا تنطلق من كلمة سفيان بالعينين رحمة الله عليه لما سألوا سؤال من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم لأن الخطأ منه أقبح وبالتالي كل ما كان الإنسان هو القائد في المنظمة وهو مدير المنظمة كل ما احتاج أن يتدرب وكل ما احتاج أن يتعلم وكل ما احتاج أن يحصوا على معلومه بشكل أكثر أنا أدعوكم أحبة الكرام أن هذه المقاطع الفيديوهات تقوم بنشرها لزملاكم في العمل ولمدراكم ولمرؤوسيكم ولموظفيكم من أجل أنكم تساعدوا في عملية النشر الوعي بشكل أكثر كما أدعوكم أيضا لتقديمها لأبنائكم وزوجاتكم من أجل التعلم أيضا بشكل أكثر اجعلوا عملية التعلم ونشر المعرفة اعتبروها صدقة أيضا أنتم تشاركون فيها من خلال نشر المعرفة اعملوا ورش عمل داخل منظماتكم وجيبوا هذه المقاطع الفيديو المكون كل واحد منها من حدوث ساعتين اعرضوها على الموظفين اللي عندكم ممكن تجزؤونها على شكل جلسات ممكن تديرون حوار ورش عمل من خلالها وبعدها في حيث تصبح كأنها عبارة عن دورة تدريبية داخلية لاستفادة منها بشكل أكثر نحن هدفنا حقيقة من هذه اللقاءات هو المساهمة في تدعيم المكتبة العربية بمادة علمية مؤصلة قادرة على عملية التفاعل بشكل أكثر ومساعدة المنظمات على التحسين المستمر لعمالها وبالتالي ندعوكم للمساهمة في نشر هذه الفيديوهات وإيصالها لآخرين أحبة الكرام أيضا يقول صمويل جينسون وهو كاتب بريطاني عبارة جميلة يقول إذا أردنا أن يتم العمل لنا دون تعب فعلينا أولا أن نتعب في تعلم العمل كل ما أردنا نتعلم 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 كل ما أردنا أن يكون عندنا عملية تعلم أكثر سيكون عندنا تطبيق أسهل بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك تذكروا دائما في أننا في هذه الحياة إذا لم نتعلم سوف نتألم وبالتالي القائد دائما والذي يريد أن يكون لديه تميز دائما سيبحث عن عملية تعلم كل مرة سأشرح جزء وسأسألكم سؤال ما الذي تعلمنا ما الذي تعلمنا ما الذي تعلمنا وأرجو أنكم تشاركونا جميعاً وتشاركونا في ما الذي تعلمنا في هذا اللقاء وفي اللقاءات أيضاً السابقة نحن موضوعنا اليوم سيكون موضوع فريد وموضوع هو عبارة عن تدويج لكل الأيام السابقة الـ 26 الماضية فهو تدويج لكل اللقاءات وهو عبارة عن مستوى النضج العالي التي وصلت له المنظمات لنسميها بالمنظمات الرائدة أو ما نسميها المنظمات المتعلمة تلك المنظمات ليصبح ديدنها البحث عن الأخطاء وتجنبها تلك المنظمات لتحاول دائماً أن تكون عندها الأفضلية والأسبقية أنها تحد من عملية الهدر وترفع مستوى الكفاءة والفاعلية في المنظمة موضوعنا اليوم أحبة الكرام هو بعنوان نموذج التحسين المستمر للأداء نحن في هذه الحلقات الماضية كلها وفي هذه الحلقة أيضاً دائماً ما نبدأ أولاً بتفكيك الموضوع نتناقش على الموضوع لماذا؟ لأن الموضوع هو بوابة بوابة لما بعد من أفكار ومعارف فإذا أنت من بداية اللقاء كان بالنسبة لك البوابة واضحة وعارف تماماً أنت أين جهتك وعارف تماماً مكونات الموضوع فإنك تستطيع أن تهضمه هكذا عقولنا عقولنا دائماً تشتغل وتعمل بطريقة نجمية بمعنى هي دائماً تحب أن تفكر تحب أنك تعطيها الموضوع حتى هي تفكر معك وتعمل معك ولذلك دائماً في كل اللقاء أول شيء نبدأ أبوه نبدأ بحوار عن العنوان وتحديد العنوان ونقول دائماً ثبت الموضوع ثم بعد ذلك ابدأ في عملية الشرح له والمناقشة عليه وبالتالي في كل اللقاءات الماضية كنا دائماً نبدأ بالموضوع اليوم موضوعنا عن نموذج التحسين المستمر وأول شيء سأبدأ أبوه الكلمة التي اليوم عندنا شوية فيها اختلاف أننا نتحدث عن كلمة نموذج نموذج ولا تذكرون إحنا دائماً كنا نتكلم عن نقول أن عندنا منهجية وعندنا نقول دائماً إطار فكري والإطار فكري يعطينا منهجية والمنهجية تعطينا عبارة عن منهج والمنهج يعطينا طريقة والطريقة يعطينا أسلوب والأسلوب تعطينا أداة والأداة تعطينا نموذج يعني هنا نتحدث نحن عن نهاية طرفية آخر شيء سيكون في مرحلة التطبيق نعم لأن بكرة ما عند عندنا موضوع إلا جوائز الجودة يعني خلاص ومنظمة صار عندها الآن جودة ومفروضنا صارت طب فترة تتكلم كيف تريد أن تحصوا على جوائز الجودة وكيف تبغى تسوي تدقيق الجودة فهذا موضوعنا غدا لذلك اليوم نحن نتكلم عن نموذج المفروض أن هذا النموذج هو نموذج تطبيقي إذن ما معنى كلمة نموذج؟ ما معنى كلمة نموذج؟ هي حقيقة أقرب من كلمة نموذج لكلمة Framework يعني بمعنى إطار عملي بمعنى نتحدث عن نموذج النموذج دائما أحبة كما لما نقول لدينا نموذج هو عبارة عن إطار عمل النموذج هو عبارة عن إطار عمل فنستطيع أن نقول نموذج أو نقول إطار عمل نموذج أو ممكن تقوله أنه يساوي إطار عمل تجدون دائما الغربيين ما يستخدموا كلمة فريم وورك يعني بمعنى إطار يؤطر العمل كيف سنعمل وبالتالي هذا النموذج يشكل بالنسبة لنا يشكل برنامج عمل يشكل برنامج عمل تطبيقي لتحويل الإطار الفكري والمنهجية والمنهجية بين قوسين الفلسفة لننطلق منها الفلسفة والطريقة والأسلوب والأدوات إلى برنامج تنفيذي تشغيلي يحقق الأهداف المنشودة منه إذن معناه إحنا اليوم جاسين يتكلم عن برنامج هذا البرنامج كأنه عبارة عن خطة عمل هذه الخطة العمل جاية على شكل نموذج هذا النموذج لو أنت اشتغلت عليه فإن هذا النموذج له عبارة عن مدخلات ومعالجات ومخرجات لو مشيت عن نفس الخطوات تستطيع أنك تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى عن نتائج هذا النموذج دائما ما نقول النموذج نقول أيضا عن نموذج ونعرفه أنه النموذج أيضا هو عبارة عن نقدر نقول عنه كذا النموذج نقدر نقول عنه النموذج هو عبارة هو عبارة عن تصور تصور مرئي مرئي يعني هو عبارة عن رسمة توضح لنا تصور مرئي لخطوات لخطوات إجرائية يؤدي يؤدي الالتزام بها بتحقيق نتيجة معينة يعني هو عبارة عن نوع من التصور نحن نرسومها على شكل رسمة لكن هذه الرسمة ماذا تؤدي؟ تؤدي الالتزام بها أنك ستحصل بإذن الله سبحانه وتعالى على نتائج محددة هذا النموذج دائما التفكير بالنماذج واحدة من أهدافه تبسيط العملية النماذج واحدة من هدفها هي عبارة عن تبسيط هدف النموذج تبسيط الإجراءات هدفه تبسيط تبسيط الإجراءات وترتيبها وترتيبها وتنظيمها وتنظيمها بشكل إجرائي يعني نقول عندنا مدخلات عندنا معالجات عندنا مخرجات أنت لما تتبعها ستحصل على هذه النتيجة إذن كلمة نموذج هي كأنها عبارة عن خطة عمل تشغيلية توضح ما الذي علينا أن نفعله هذا النموذج اللي نتكلم عنه أو هذه الخطة هذه الخطة ستأتي لكلمة أخرى مهمة جدا بالنسبة لنا اسمها كلمة التحسين أي أن معنى كلمة التحسين التحسين معنى أحبة الكراه هو عبارة التحسين التحسين المستمر أتبع لشيء التحسين هو عبارة عن سد الفجوات سد الفجوات في الأداء من خلال حل المشكلات وتجنبها وتجنبها والقدرة والقدرة على التنبؤ التنبؤ بها ووضع سيناريوهات 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 للتعامل للتعامل معها وبالتالي كل من قل عندنا تحسين معنى أن عندنا في فجوات أداء إحنا نريد أن نقوم بعملية السد المنظمة المميزة لا تنتظر حتى تحصل مشكلات لا المنظمة المميزة دائما تحاول تحط عبارة تدرس إيش الفجوات في الأداء اللي عندها من خلال معرفة ما الواقع وما المأمول وتحاول أنها تقوم بعملية تحسينها وبالتالي هذا التحسين لما نقول عندنا تحسين مستمر لما نقول عندنا التحسين التحسين المستمر هو تحسين التحسين المستمر هو تحسين تحسين متدرج متدرج واستباقي واستباقي وأثناء وبعدي للعمل يعني إحنا الآن دائما سيكون عندك الآن تقوم بعملية التحسين وبشكل متدرج أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وأيضا أثناء العمليات كله إنتجاز تقوم بعملية من؟ تقوم بعملية تحسين فإنتجاز تحسنه بشكل مستمر هذا التحسين المستمر يتطلب ثقافة تقوم على الشفافية والمشاركة والاندماج من الكل والتركيز على الحقائق المبنية على الأدلة تكون عندنا أدلة نتكلم عنها عشان نكون عندنا عمليات من؟ عمليات تحسين إذن لما نتكلم عن أن نقول عندنا فيه النموذج تحسين إذن إحنا لابد يكون عندنا فيه شفافية فيه اندماج فيه مشاركة من الكل حتى يصير عندنا عمل فعال طيب الكلمة الأساسية اللي إحنا أصلا جايين في هذا اللقاء كله ورح نركز عليها هي كلمة اسمها كلمة الأداء والجودة كلها جاية عشان هذه الكلمة اللي اسمها كلمة الأداء نحن نريد أن تؤدي المنظمة أن تقوم المنظمة بأداء دورها وأن تقوم المنظمة بتنفيذ العمليات المطلوبة منها هذا الأداء نقول أن الأداء عنه هو عبارة أن الأداء هو القدرة على تنفيذ المهام بفاعلية وكفاءة إذن نحن تحقق أعلى معدلات الإنتاجية إذن نحن نتكلم اليوم كيف نستطيع أن نجعل منظماتنا تقوم بعملية تفعيل آلي جداً عشان تستطيع أنها تحقق أعلى معدلات الإنتاجية كيف يكون عندها كفاءة وكيف يكون عندها فاعلية اليوم نموذجنا اسمه فوكس أي نموذج التركيز فوكس معناها التركيز كيف تستطيع أن يكون عندك تركيز ومعنى كلمة تركيز لما جابوا كلمة فوكس فوكس لها حروف وهذه عبارة عن رموز لمعاني كلمات أولى من العملية التي سنقوم بها فهذا موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نحن الموضوعنا اليوم كيف نستطيع أن نوجد خطة عمل فعالة للحد من مشكلات العمل من الأخطاء الموجودة في العمل من أجل تحسين الإنتاجية ونعتبر أن هذا النموذج يأتي في مستوى متقدم من مستويات الجودة فيه يظهر فيه مستوى الجودة الكامل لفريق العمل هنا يكون فريق الجودة أصبح مدربان علاقات الجودة عندك مدربة فتبدأ في هذا التفكير الناضج الذي المنظمة كلها تعتبر عبارة عن ثقافة تنظيمية داخل المنظمة سؤال لكم ما الذي استفدنا؟ ماذا تعرفنا على عنواننا اليوم؟ أسبع منكم تفضلوا شاركونا السلام عليكم سيدي لكم للجميع يا مرحبا حياك الله وسلم أنا أريد أحكي سيدي بثلاث نقاط خلال المفهوم أول شيء أنه كلمة نموذج من خلال الشرح يتضح أنه بوجهة نظر أنه أهم عنصر من عناصر مكونات المنهجية لأنه لولا وجود النموذج الذي يشتمل على الطريقة والأسلوب وتحويل هذه المنهجية بأسلوبها إلى إجراءات عمل ما ظهرت على أرض الواقبة تم تطبيقها هذه واحدة خلنا في الواحدة يا سلاح ما تعرف إشيال إشكالين عندنا في النقطة هذه أن بعض الإخوة لما يقرون كلمة نموذج يتوقعون أنه ورقة نعم صحيح هذه الورقة هي الورقة العملية لنستخدمها لتنفيذ الخطة يعني مفروضاً النموذج هو أصلاً خطة عمل وهذه الورقة هي الإثبات لنقوم فيه بتدوين ملاحظاتنا أثناء التنفيذ هي الورقة التلخيصية شكراً لك على النقطة رغم واحد فضل يعني هذه مجدد صورة نمطية أنا بتيش ألو من الناس اللي أخذينها مجدد أنا واحد منهم لكن هذا يعتمد على الثقافة وسعة الإطلاع والتعليم يعني وهذا يزيد علمنا بجهلنا هذه واحد اثنين ما يتعلق بالتحسين يعني التحسين من خلال اللي شرحته أنت هو عبارة عن إجراءات استباقية تمنع الوقوع بالغلط أو الانحراف وهذه ما يسمى التحسين الاستباقي وهناك إجراءات علاجية أيضاً في حال ما إذا تم الحدث بالغلط وهذا ما تحدد الإجراءات اللي مذكورة في النموذج النقطة المهمة أنا اللي بتيحكيها أنه منطقية دمج أو إقرار النموذج بالتحسين إذا تنظر للنموذج في إجراءات عملية تؤدي نتيجة معينة أيضاً يتضمن تبسيط الإجراءات لأن التحسين يتطلب هذه الإجراءات البسيطة المركزة من أجل تحقيق النتيجة عكس ذلك سيكون هناك تعقيد ولن يحدث هناك تحسين بالعكس يحدث هناك تراجع يا سلام عليك يا سلام كلام جداً رائع كلام جداً قيم أشكرك عليه حقيقة ما عندي إضافة غير أقول جزاك الله عننا كل خير كنت مثرياً جداً لهذه اللقاءات جزاك الله الله سيدي الله بارك فيك تلاميذك سيدي هذا ما تعلمنا الله يرفع قدرك أسمع منكم أحبة الكرام من يحب شاركنا؟ أي دكتور تفضل طالع أمرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام لان بالشيخ عربي الله يطول أمرك كل عام أنت بخير وإن شاء الله يتقبل مننا لنكون الصيام والقيام بلا شك أن اليوم التغيرات المتسارعة اليوم المتلاحقة اليوم في كافة المجالات سوال الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتكنولوجي أوجد العمل اليوم صراعات كبيرة جدا داخل المؤسسات من أجل التحسين والتطوير كما ذكرت في الحلقات السابقة أعطتنا أنه اليوم أهمية هذه الأداة لدعم الاستراتيجي لأن الاستراتيجية حين تكون صماء والأدوات هذه هي المحركة بالنسبة لها حتى تكون هناك ميزة تنافسية تسعى دائماً للمؤسسات وراء تعزيز قدراتها التنافسية في اليوم نحن نأخذ واحدة من الأدوات التي تسهم كبير جداً في تحقيق الاستراتيجية وربع مستوى ثقافة الجودة لدى العاملين داخل هذه المؤسسات شكراً لك دكتور شكراً لجميع شكراً لك كل شكراً دكتور حربي يا مرحباً بك من أحب شاركنا أيضاً؟ طيب من أحب شاركنا؟ إذن أحبة الكرام نحن موضوعنا اليوم يركز على التحسين مستمر للعمليات ولذلك أحبة الكرام واحدة من الأشياء الأساسية لاستكون موجودة عندنا إن هدف أساسي عندنا اليوم أن يكساب المشارك بإذن الله المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لتمكنوا من القيام بمهام نموذج التحسين المستمر للأداء بكفاءة وفاعلية كيف يتمكن من نجاح في تحقيق الإنتاجية العالية لمنظمته أو مشروعه إحنا هدفنا أحبة الكرام هو كيف نستطيع أن نقوم بعمليات التحسين المستمر للأداء داخل منظماتنا تحدثنا في هذه اللقاءات عن مصصوفة لأداء وقلنا إن الجودة قائمة على فكرة كيفية الحد من وقوع الخطأ الجودة تعني التطابق بين ما نعيد به وبين ما نقدم للعميل وبالتالي كل ما كان عندنا القدرة بالوفاء بالتزاماتنا الوفاء بمطلبات العميل كل ما كان عندنا جودة كل ما كان عملياتنا عمليات صحيحة كل ما نجعنا وذلك قلنا إن الجودة هي تقوم على مصصوفة هي مصصوفة الأداء في هذه المصفوفة يجب علينا أن نركز على عمل الشيء الصحيح بالأسلوب الصحيح أي أن نقوم بالعمل بفاعلية وكفاءة وأن نتخلص من أخطاء المعيب والتي تكمن في عمل الشيء الصحيح بالأسلوب الخطأ أو عمل الشيء الخطأ بالأسلوب الصحيح أو وهو الأسوأ عمل الشيء الخطأ بالأسلوب الخطأ الجودة جاءت لتركز وتعالج هذه المصفوفة ومنذ خلال الحلقات الماضية كلها كنا نركز في كل لقاء على ثمانية مبادئ تسمى مبادئ الجودة كلها تركز على تجنب الخطأ نحن نريد أن يقوم الموظف وأن يقوم الفريق العمل وأن يقوم القسم وأن تقوم الوحدة وأن يقوم القطاع وأن تقوم المنظمة كلها بعمل الشيء الصحيح بالأسلوب الصحيح وهذا يستدعي مننا رفع مستوى الكفاءة ورفع مستوى أيضا الوعي مستوى الكفاءة قدرة الموظف على القيام بالعمل وكذلك أيضا مستوى وعي الموظف للقيام بالعمل لذلك أحبتي الكرام وحدة من الأشياء الأساسية التي ركزت عليها الجودة في دراساتها هي كيف نستطيع أن نجعل موظفين والعاملين لدينا وأقول كل موظفين بما فيه من مديرهم إلى أسقر موظف يصبح واعيا بالأخطاء ويصبح واعيا بما هي الجوانب ومصادر لممكن تؤدي للخطأ ويعمل هو أيضا على عملية تفاديها ولذلك نجد أنه سواء كانت الجودة بشكل شامل وعمليات المطابقة في 9001 ومعايير الجودة في آيزو أو نتحدث عن نماذج اللين أو نماذج سيكس سيجما أو نتحدث عن كايزين أو نتحدث عن نماذج تمييز الأوروبي كلها تهدف إلى هدف واحد وهو كيف نستطيع أن نجعل عدد الأخطاء يقل والسبب أن عملية وجود خطأ يعني معيب والمعيب يعني هدر والهدر يعني تكلفة والتكلفة يعني فشل للمنظمة وهذا الفشل للمنظمة قد يجعل المنظمة لا تستطيع أن تستمر ولا تستطيع أن تكسب رضا عملائها وبالتالي تخفق المنظمة وتتوقف المنظمة عن عملها وكلما كان عندنا عمل الشيء الصحيح بالأسلوب الصحيح كلما نجحت المنظمة وحققت أهدافها من يحب شاركنا في تعليق على هذه المصوفة لأن انطلاقيتنا اليوم من هذه المصوفة من يحب شاركنا؟ فضلوا أسمع منكم من يحب شاركنا؟ سيد مجلس انت حكيت كلمة جميلة أنه كيفية أداء الموظف اللي عمله لكن اللي أيضا للنقطة الثانية اللي هو وعي الموظف بكيفية الأداء بعمله التالي الوعي هو أهم من الكيفية لأنه إذا حصل تحصل على الوعي من خلال التدريب والتفقيف وكثير من المعلومات سيتمكن بشكل مليون في المئة أنه أدي واجبه والمطلوب منه بشكل تماماً وهي تجنب الوقوع بالأخطاء لأنه أحياناً يعني تكون فيه أخطاء يعني غير ظاهرة وليست يعني من السهولة بمكان بالنسبة للموظف أن يعيها وكيف تحصل ومكان وقوعه والتالي إذا لن يخبر مسبقاً بها مثل الأشخاص مشرفين في نهاية المطاف لن يستطيع تجنبها أو حتى لن يستطيع الإبلاغ عنها لأنه ما بيعرفها بالنصف والسهل الوعي أهم يا السلام عليك يا سيد أحمد يا السلام عليك طيب من أحب أيضاً شاركنا أحبة الكرام؟ من عنده تعليق؟ طيب إذن أحبة الكرام من هنا بدأ التركيز وبشكل كامل على أنه كيف نستطيع أن نجعل عمليات الجودة بالنسبة لنا ذات مستوى أعلى كيف نستطيع أن نرفع مستوى الفاعلية ومستوى الكفاءة وبدأ التركيز على هذه المصروفة وبشكل كبير من منحنيات الجودة ومن عاملين في الجودة من رأى أنه إحنا والله تعالوا بنا نتحدث عن عمليات المطابقة وتعالوا بنا نتحدث عن نماذج المطابقة ونظروا نظرة شاملة كأيزوا وكمعايير وركزوا على معايير ويجب التوافق مع المعايير ومنهم من رأى أنه تعالوا نركز على الجانب الإحصائي في العملية فركزوا على السيكس سيجما ومنهم من رأى أنه تعالوا نركز على العملية نفسها فركزوا على اللين ومنهم من ركزوا على منع الأخطاء في العملية يعني الدقة وصلت إلى منع الخطأ داخل العملية فركزوا على فكرة هي فكرة أكثر تقدما تعني أنه لا بد يكون عندنا إجراءات لحصر هذه الأخطاء المتوقعة والتعامل معها ولذلك أحبة الكرام بدأت يظهر عندنا مناداة مثلا بتحديد مصادر الأسباب الرئيسية المشكلات العمل ما نسميها الفور ام اس هذه الفكرة التي أول ما ظهرت ظهرت على يد مجموعة من خبراء اليابانيين من ضمنهم إشكاوة كوري إشكاوة اللي بدأ يحدد في عظمة السمكة أربع مصادر لأسباب الرئيسية المشكلات العمل فهو يرى أن هناك أربع أسباب لوجود مشكلات العمل السبب الأول الأياد العاملة البشر أنفسهم وعيهم تدريبهم تأهيلهم قدرتهم على تنفيذ المهام والعمليات قد يكون سبب أساسي في وجود الأعمال والسبب الثاني قد يكون في الآلات الآلات والأدوات المستخدمة في عملية التنفيذ المهمة قد تكون غير جاهزة ولا توجد تجهيزات مناسبة أو قد تكون معيبة أو تكون ما تستخدم بالشكل الصحيح وأيضا في طريقة الإنتاج كيف يتم عملية الإنتاج بالطريقة الصحيحة وكذلك أيضا في المواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج يعني ممكن المادة الخام نفسها تؤثر على جودة الإنتاج لكن علماء الجودة بكل أطيافهم وبكل ما لديهم من قدرات قالوا بأن هذه الأربعة كلها وجيهة الأياد العاملة والآلات وطرق الإنتاج والمواد الخام لكن يبقى يبقى دائما البشر هم الأساس للتحكم في كل تلك الأدوات في كل تلك الأسباب ومصادرها البشر هم الأول لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن البشر هم المورد البشري هو المورد الاستراتيجي الاستراتيجي في المنظمة فالمورد الاستراتيجي هذا هو الذي يقوم بتحديد طرق الإنتاج وهو الذي يقوم بتشغيل الآلات وهو الذي يقوم باختيار المادة الخام وهو الذي يضع الخطة وهو الذي يفكر وهو الذي يجب علينا التركيز على عملية تغذية عقله بالأفكار اللي ساعدوا على التفكير المنطقي من أجل أن يسخر الآلات وأن يصمم طرق الإنتاج وأن يختار المواد الخام بعناية فيرتفع مستوى الكفاءة والفاعلية قالوا نحن لو طورنا الآلات مهما طورنا الآلات فالآلات تعمل وفق خوارزميات هذه الخوارزميات من يصممها هما الآياد العاملة ولو طورنا خطوط الإنتاج مهما طورناها فهذه خطوط الإنتاج من الذي يصممها أصلا هما الآياد العاملة والمواد الخام مهما رفعنا مستوى جودتها ما لم يكن هناك أياد عاملة تستطيع التعامل معها بشكل فعال لن ننجح ولذلك بدأوا يركزوا قالوا ما هي الميزة يلا جماعة إيش الميزة اللي عندنا الآن تغير ما بين أياد العاملة والآلات والمواد الخام وطرق الإنتاج يعني إيش الشيء ليش قالوا أياد العاملة هي المورد الاستراتيجي إيش الميزة عند الإنسان عن بقية هذه الثلاثة أسمع منكم تفضلوا شاركونا العقل وإنه هو اللي يبحكم هو اللي يتحكم فيها دول كلهم هو اللي بيجيب الموارد هو اللي بيصنع الآلة هو اللي بيخرغي للآلة هل تسمعتي أنه عند الكمبيوتر صار في عنده حيث ما العقل؟ الكمبيوتر صار عنده عقل يسمونه عقل اكتروني بس ما لا يمكن يوصل لعقل البني عدم خرجة رب العالمين أبدا مهما أحاوله خلنا نكون كده شوية علميين إيش الشيء اللي عند الإنسان في عقل الإنسان الكمبيوتر حتى لن مش قادر يصله بتقولي الذكاء بقولك في حيث ما ذكاء صنعا قدرة على تخزين معلومات الكمبيوتر عنده ذكرة على تخزين معلومات إيش اللي في عقل الإنسان هو صح في العقل بس في العقل هذا فيه شيء مميز الرؤية تلمس يعني من التفكير في المستقبل ما توقع الآن؟ الكمبيوتر قادر يسوي تفكير شوفوا جماعة أخطر شيء منذ عهد أرسطو إلى الآن ونحن نتكلم عنه أخطر شيء عند الإنسان هو العقل وأخطر ما عند الإنسان هو كلمة اسمها الإدراك الإدراك هذه الكلمة هي الكلمة السحرية التي تجعل الكمبيوترات كلها غير قادرة على مجارات القدرات البشرية في عقل الإنسان إدراك الإنسان الكلمة الموجودة عنها هو الإدراك إدراك ما معنها؟ هي القدرة الموجودة عند الإنسان الاستشعار وعمليات المعالجة وعمليات وضع مجموعة من السينيوريوهات لا متناهية لكل نقطة تخيلوا القدرة الكبرى الموجودة العقل الإنسان ونعم ما ذكرت الأستاذ الصحيح 100% ولكن أكثر شيء مميز داخل هذا العقل الإنسان هي العمليات الإدراكية هذه العمليات الإدراكية هي ما نسميها الوعي وعي الإنسان أنه يقوم بعمل يقوم بعمل بشكل واعي جدا الآلات ممكن نقوم بتطويرها لكن مهما زاد مستوى تطويرها لن يصل مرحلة تصبح عندها نفس قدرات الوعي الموجود عندما الإدراكي الوعي الإدراكي الموجود عند الإنسان طيب معنى ذلك أن هذا الإدراك الموجود عند الإنسان هو الميزة التي الله سبحانه وتعالى بها جعل التكليف كيف يعني جعل التكليف؟ أوه ما تعرفوش أنه المجنون يرفع عنه القلم طيب ما المجنون عنده عقل ترون صح ولا لا؟ المجنون ما عنده عقل؟ أبدا عنده عقل عنده عقل المجنون ما زال عنده عقل لكن ما عنده الآن إدراك إدراك لوزن الأمور طيب لو الآن مثلا عندما الإنسان يأخذ مخدر هل أزال العقل أم أزال الإدراك؟ الس博يد الإدراك الوعي الإدراك عنده في الاستجابة لعمليات الاستجابية صحيح أن العقل عنده يتأطر لذلك يسميها مؤثرات عقلية بس العملية الأساسية عندنا هي من عنصر الإدراك هذا الإدراك هو الموجود عند الإنسان هذا الإدراك يكون عند الإنسان شيء نسميه الوعي نحن بدأ التركيز الآن كيف نستطيع أن نجعل الإنسان هذا الوعي نرفع مستوى الوعي عنده بشكل أكبر ونركز على إدراكه من خلال عمليات تدريب وعمليات توعية تجعل هذا الإنسان واعيا بالأخطاء واعيا بالمشكلات ونساعده حتى عقله عندما حتى يكون هو غير مدرك كيف نساعده أن يكون عنده قدرة على عملية الإدراك إحنا مشكلتنا مع الإنسان مش أنه بيسوي الخطأ تذكر مش أنه يسوي الخطأ بشكل قاصد لا 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 حاشا لله كلهم ترى مش قاصدين بس مشكلته أنه أحيانا الإدراك منه يغيب الإدراك عنده يغيب فلما يغيب يخطئ إيش رأيكم؟ يعني عقله ما غاب هتستغرد يقول المظف هذا كيف يا أخي أخطأ؟ له في اللحظة دي ما كانش مدرك ما كانش مدرك في اللحظة عقله معاه بس ما كانش مدرك عشان تجرب معاه جرب خذ القلم خذ قلم زي كده لو سمحت أو خذ إصبع يدك إصبع يدك ركز على القلم ما الذي يحصل للقاعة كلها أو الغرفة اللي منت موجود فيها أو ركز على إصبعك إيش يحصل الغرفة؟ الغرفة ماذا يحصل فيها؟ يفضل التركيز على الشيء اللي أنت مركز عليه والباقي مركز فيك ماذا يحصل الغرفة؟ لاحظينها الضبب؟ إيه لأن الغرفة مش موجودة صح؟ يا سلام طيب ركزي على الغرفة إيش يحصل القلم؟ كأنه يصبح قلبية كأنه يصبح مش موجود صح؟ هذه العمليات هي اللي تكلموا عنها علماء النس في علم الجشطلت وتكلموا عن عملية اسمها عملية الإدراك في عملية الإدراك يحصل عندنا أما أن نجعل الشيء في البؤرة يعني يكون في منطقة التركيز أو نجعله أين؟ نجعله الآن في منطقة خارج البؤرة الآن أنا وأنا أحدثكم أنا أحدثكم أتحدث معكم هل أشعر بأقدامي الآن على الأرض؟ لجابة نعم لكن لما أكون معكم مندمجا هل لا أشعر بأقدامي على الأرض؟ أتناسها درجة برودة القرفة قد لا أتناسها لما أكون أستشعر معكم الإنسان عنده في الوعي لديه تذكر الإنسان علماء النفس عندنا رقم يسمى رقم جورج ميلر السحري هذا الرقم يقول أن الإنسان يدرك سبعة زائدة أو ناقص اثنين يعني الإنسان في اللحظة الواحدة لديه القدرة على إدراك سبعة زائدة سبعة زائدة أو ناقص اثنين من المثيرات وبدأ يتكلموا عن شيء نسميه ماذا نقول عندنا؟ نقول عندنا شيء نسميه الآن عملية الإدراك الإنسان عنده القدرة أن يدرك سبعة زائدة أو ناقص اثنين يعني كم إدراكه سيكون للمثيرات الموجودة حوله للمثيرات والمنبهات هذا نسميه رقم جورج ميلر السحري كلمة السحري معناها العجيب السحري أو العجيب لعملية من؟ لعمليات الإدراك الإنسان بوعيه عادة لا يستطيع أن يعي كل شيء موجود حوله هو قد يركز على شيء فينسى شيء القدرة عندنا في عملية التركيز تتفاوت بس عادة أنت لا تستطيع أن تركز على أكثر من سبعة زائدة أو ناقص اثنين من المنبهات الموجودة حولك هذه المنبهات الموجودة حولك قد تجعلك غير قادر على التركيز عليها بشكل كامل أنت الآن تركز علي الآن سؤالكم أنتم شايفيني؟ أكيد شايفيني؟ أيوة يعني مش شايفينكم بيوه ولا جوالك؟ ولا شايف الغرفة؟ الله أكمل إدراك آه لأنك ركزت معي لما تشايفني ركزت عينك علي فأنت الآن نسيت اللوحة اللي ورايا ونسيت الكمبيوتر هذا اللي أسميه السبعة زائدة أو ناقص اثنين فالإنسان لما يعمل هو مش أن يكون متعمد الخطأ لا أحيانا بإدراكه هذا الإدراك اللي عنده وهو الميزة التنفسية الموجودة عنده تخليه أحيانا يقطع طيب تخيلوا معايا أني عندنا موظف هذا الموظف دخل عنده لوحة تحكم هذه لوحة تحكم حق مجموعة أزر كهربائية هذا الزر هذا زر هذا زر هذا زر زي مثلا الطيار لما يكون الطيار في الطيارة والطيار يقود الآن مجموعة لوحات تحكم مفاتيح لوحات تحكم إيش اللي يضمن لك أن الطيار ما يكبس تزر الخطأ أخير بالله أحس كل ما المفروض كل ما قلت الأزارير كل ما هو يريد أن يركز أكتر طبيعة مهمة تحتاج قدامه أزر كتير طيب كيف أخليه أنه هو ما يخطيش ويضغط الزر الخطأ الألوان مثلا أممكن أميزها بالألوان أحط لها منبهات أضع عليها كتابة صح أميزها باللمس أليس كذلك طيب ليش هذه الحلول كلها قل لك لأن الإنسان عندنا شيئين أما أن يخطي بتعمل وهذا نقول نسبة قليلة بس المشكلة الكبيرة في الأخطاء التي تحصل نسيجة لعمليات الإدراك وبالتالي بدأ يتحدث عن منهج المنهج الجديد عندنا اسمه منهج الآن معالجة الأخطاء هذا منهج جديد نتكلم عنه أن هناك أخطاء تحصل نتيجة للتفكير هذا المنهج نسميه منهج تجنب الأخطاء بوكا يوكي يعني إيش؟ يعني تجنب الأخطاء اللي أصلاً هذه الأخطاء أحياناً نقع عنها ساذجة بس تحصل تحصل هذا الخطأ رغم أنه ساذج بس يحصل ليش يحصل؟ ليه؟ تجيب الموظف تقول يش يا أخي أنت ليش أخطأت بهذه الطريقة؟ يقول لك ما ما كنت مركز ما كنت في وعي ما كنت مدركة آه يعني معنى ذلك أن هذه الأخطاء ستحصل عند الإنسان من خلال عمليات الإدراك هذا المخالطات المنطقية تؤدي عند الإنسان لنوع من الخطأ لذلك قال لك إذا أردنا أنه يقوم بعملية الآن الأداء بالشكل الصحيح وبالأسلوب الصحيح علينا أولاً أن نخليه يتجنب الأخطاء وحتى يتجنب الأخطاء يجب أن نلتمس عذر الإنسان نعرف أن نتكلم مع إنسان مدرك وهذا الإنسان المدرك عنده قدرات عقلية وهذه القدرات العقلية مهولة ولكن أحياناً هو ما يعرفش يستخدمها فيقع في أخطاء تسمى أخطاء المنطق أو نسميها أخطاء الإدراك وهذه الأخطاء الإدراكية تحتاج مننا مرة وراء مرتين وراء ثلاث وراء أربع تكراراً ومنوالاً كل مرة ماذا نفعل؟ نعرفه بالأخطاء ونرفع مستوى الأخطاء عنده مش بس كده مش بس نعرفه وندربه لا نبدأ نساعده من خلال التمييز بالألوان التمييز بالكلمات التمييز بالرسومات ترتيب مكان العمل تنسيق مكان العمل حتى نستطيع أن نجعل الإنسان يتجنب وقوع الخطأ في الأشياء المتشابهة حتى الآن ماذا استفدنا؟ أسمع منكم تكريباً الله مصدر على سيدنا محمد أنه الأول شيء أي عقد في الإنسان مهما كانت درجة وعيه وإدراكه وحيرة فيته الخطأ موجود أو محتمل محتمل يتوقع الخطأ لأنه إدراك الإنسان ووعيه لا يتحكم في نفسه فقط لأنه هناك عوامل خارجية قد تؤثر على الحالة النفسية بيئة العمل أسلوب الإدارة ممكن الضديج الموجود في بيئة العمل هاي كلها أسباب قد تؤثر على وعي الإلثان وتركيزه لكن هذا مش معناه أن الإنسان ممكن يصل إلى مرحلة لكن لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينخرط في العمل وإن أسمعت لي في ذلك أنه بنتقل بين أربع مراحل بسم الله اللي عندما ينخرط في العمل يأتي بمراحلة أنه غير واعي وغير محترف إلى جهاز التعليق وبالتالي لازم نعرف أننا مستخدم أختيار شبكة شبكة بالتالي هو بيكون غير واعي وغير محترف مع التدريب والتوجيه ينتقل إلى مرحلة واعي غير محترف وبالتالي يكون قادر على الأداء بشكل محدد ثم بعد ذلك بالتدريب والكوتشنج والمتام ينتقل إلى مرحلة واعي محترف وهنا تسمى مرحلة القدرة وهذه تحتاج إلى الكوتشنج والمراقبة ألاحظ أنه مع الوعي والاحتراف هو بيحاجه إلى براقبة ومتابعة ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة غير واعي وحدة وتصبح مرحلة تقفل فيها اللي هي العقل الباطل وكل عطاق الباطل هو في حركة بالذات لأنه تصبح العملية عبارة عن موتين وأصبحت أسلوب من أساليب الحياة هذا مرحلة التنمية إلى سيد يا سلام كلام رائع بعض الأخطاء أحيانا قد تصبح أخطاء قاتلة أكثر ما توقعون بعض الأخطاء قد يكون الضغط على زر لمفاعل نووي قد يكون كما حصل مثلا في هورشيما قد يكون بعض الأخطاء مثلا في عملية جراحية قد تؤدي لوفاة شخصا ما قد تؤدي لانفجار طيارة بها ركاب لا سمح الله قد تؤدي إلى حرب وبالتالي لابد من عملية فهم هذه الأخطاء واستقصائها من هنا بدأت شركة رائدة تلك الشركة هي شركة جيوتا هذه الشركة بدأت تقوم بعملية جلب الأفكار والمبدعين للتعامل مع هذه الأخطاء وعملية حصرها وبدأوا يتحدثوا عن منهجية تركز على منهجية تجنب الأخطاء وظهرت عندنا فكرة أساسية لتجنب الأخطاء على يد هذا الرجل شيغو شينغو شيغو شينغو هو عبارة عن مهندس صناعي ياباني من مدينة الساقة هذا الرجل 1909 دكتور ما تتحرك ثابتة طيب قولوا لي يا جماعة طيب إذا من أول ما تتحركش يعني أصلا ما شفتم من أول الأسباب الرئيسية حق الأسباب الرئيسية كانت ثابتة على مصفوفة الأداء تمام إذن عندنا إذن نحن نتكلم عن عملية الوعي بعد ذلك ذهبنا إلى تجنب الأخطاء هذا الرجل هو شيغو شينغو هذا الرجل مهندس ياباني تميز هذا الرجل بأنه كان من أحد الشخصيات التي عملت داخل شركة تيوتا وهو مهندس وأيضا ابنه بعد ذلك أصبح مهندسا وقام بدور كبير جدا في الصين وفي أمريكا في تيوتا أيضا في شركة تيوتا هذا الرجل كان مقتنع بفكرة هي فكرة تجنب الأخطاء هناك نظام نسميه نظام الإنتاج لشركة تيوتا هذا النظام الإنتاجي سبق أن تعرفنا عليه في حلقة سابقة هذا النظام الإنتاجي لشركة تيوتا يركز على عملية أن نكون عندنا تنفيذ الأعمال في الوقت الصحيح والنقطة الثانية عمليات الأتمة والتفكير في عمليات الأتمة وعمليات الآن القيام بعمل مهني جعله يفكر نلابد من الحد من العيوب والأخطاء الحد من عيوب والأخطاء الآن الشريحة تمام إن شاء الله الحد من الأخطاء يعني ذلك إن إحنا معناه لابد إن نفكر كيف نستطيع أن نقوم بحصر هذه العيوب والأخطاء المحتملة وسيبقى عندنا أشياء أخرى لكن ما هي العيوب المحتملة لم يكن تكون موجودة هذا الرجل حقيقة كان له دور كبير جدا في حصرها والعمل عليها وضع عبارة جميلة شركة تيوتا تأتز بهذه العبارة تقول هذه العبارة تعود أسباب العيوب إلى أخطاء العامل غير المقصودة وبسبب إهمال هذه الأخطاء فإنها تتحول إلى عيوب عندما تصل المستهلك يعني أحيانا يكون عندنا خطأ حصل مش بإهمال لكن إدراكيا ولكن هذا الخطأ لما حصل أدى إلى عيب هذا العيب في المنتج أدى بعدين إلى عمليات صحب صيارات وخسارة ضخمة جدا في المنتجات هنا ظهرت كلمة سمى بوكايوكي وهي كلمة أساسا يابانية هذا المصطلح الياباني يعني معنى منع الأخطاء المهملة أو غير المقصودة هناك خطأ سيحصل غير مقصود إحنا علينا أن نبدأ نرفع مستوى الوعي به نرفع مستوى التعريف به ونبدأ عملية مراقبته راقم هذه الأخطاء وأيضا ثقافة يجب علينا أن نقوم بعملية نشر الثقافة هذا الأخطاء وحصروا حدود 22 خطأ 22 خطأ تحصل أساسا في الأعمال وهذه الأخطاء تتكرر وقالوا لابد نبدأ نبحث عن هذه الأخطاء ونقوم بعملية الحد منها من أجل تكوين ثقافة هذه الآن الثقافة تعترف بأن الخطأ البشري وارد عند كل البشر عند كل البشر يا رجل ما معصوم إلى الأنبياء البشر البقية كلهم قد يحصلوا منهم خطأ طيب إذا حصل خطأ يا أخي نعترف بالخطأ ونرجع عنه وبالتالي نحن نتحدث عن خطأ سيحصل قد يكون كبير قد يكون صغير ما عرف محتوى لكن يجب أن نعرف أن مديرنا ممكن يخطي عادي وممكن مديرنا الآن يصيب عادي بشر لابد نتفهم وأنا كموظف ممكن أخطي وممكن أصيب الإشكالية ليس أنك تخطي وتصيب الإشكالية أنك ما تلاحظ الخطأ وهذا الخطأ يتفاقم ويؤدي إلى أن نصير نظام ويصير عندنا دائم ولذلك لابد أن نعالج هذا الخطأ هذه الثقافة القائمة عليها منهجية بوكا يوكي أو ما نسميها عملية الحد من الأخطاء في عملية الحد من الأخطاء وثقافة الخط من الحد من الأخطاء أو ثقافة ما نسميها التصنيع المرين بدأوا يركزوا على عملية حصر هذه الأخطاء وعملية التعامل معها من هنا بدأ التركيز على ثقافة هي ثقافة تجنب الأخطاء في ثقافة تجنب الأخطاء بدأ التركيز على العيوب في منتجات لابد أن يكون عندنا العيوب في منتجات لابد أن يكون عندنا صفر عيوب صفر عيوب هذا حتى الآن ما وصلنا له نحن وصلنا على ثلاثة من المليون من قلال السيجما بس صفر العيوب حتى لم وصلنا لكن نريد نصل لمرحلة فيها يكون عندنا قدرة على التركيز بشكل أكثر وهذا يعني أننا نحتاج يكون عندنا هدفنا الأساسي من هذه العملية هو التصميم الجيد للعملية ووضع التقنيات للساعد على منع حدوث أخطاء أو اكتشافها عند حدوثها ولفت انتباه العامل لها بحيث يقوم العامل بتحديد هذه الأخطاء ثم البحث عن أسبابها والقيام بتصحيحها قبل أن تتحول إلى عيف المنتج وعدم استماح لها بالانتقال إلى المحطة التالية على خط الإنتاج بحيث نستطيع أن أول ما يحصل خطأ في مكانه نستطيع أن نقوم بعملية علاجه فالبوكايوكي جالس يركز الآن على هذا الأمر أننا دائما يجب أن يكون عندنا جهاز إنظار هذا الجهاز الإنظار يجعلنا أن نتعامل مع الإشكاليات والأخطاء بسرعة الفكرة الجوهرية للتجنب الأخطاء تقوم على أساس أنه من خلال التصميم الجيد للعملية وعملية وضع خريطة تدفق جيدة للعملية وعملية أيضا وضع معايير جيدة للعملية فإنه يساعدنا هذا على وضع معايير يكون بالنسبة لنا تعطينا إنظار مبكر للأخطاء والساعدنا على كشفها وهذا يعني أن العيوب اللي رح تظهر والأخطاء التي قد وقعت هي اللي في الأساس تتحول بعد ذلك إلى منتج معي بنقدمه من للعميل فإحنا لو قدرنا نتلبأ بهذه العيوب قبل حدوثها وقدرنا نسوي عملية حصل لهذه العيوب وقدرنا نسوي عملية توعية ورفعنا مستوى الإدراك عند العامل بهذه العيوب ورفعنا مستوى الإدراك عند المشرف عليه أيضا بهذه العيوب وقمنا بعملية الرقابة عليها بشكل دائم وساعدنا الموظفين من خلال التمييز بالألوان التمييز بالأشكال التمييز باللمس التمييز بالمناطق الإنتاجية وتحديد العيوب التي ممكن أن تحصل في كل مكان كل هذا سيرفع مستوى من الأداء من بدأوا يفكروا؟ أن هناك عندنا مجموعة من العيوب هذه العيوب الآن الموجودة هي عندنا أربع عيوب أساسية قد تكون السبب الأول أول واحد منها الإخفاق أو الفشل في الأعمال المخططة في إنجاز الأهداف المستهدفة يعني إحنا نحط خطة وبعدين يحصل عندنا الآن عيوب إحنا وضعنا الهدف ولكن في الأخير ما حققنا الهدف فهذا ماذا يعتبر؟ يعتبر بوكايوكي إنك إنت وضعت هدف بس ما قد تتحققه فهذا يعتبر إخفاق أو فشل في الأعمال المخططة في الإنجاز الأهداف المستهدفة وقد يكون عندنا شيء آخر الفجوة بين ما يحدث وبينما يجب أن يحدث وقد يكون عندنا شيء ثالث وهو الانحراف غير مقصود عن مصاري الصحيح وقد يكون عندنا رقم أربعة العيوب التي يصعب السيطرة عليها لتحصل من عمليات إدراكية بسيطة صغيرة ولكنها هي الأكثر خطورة وبدأ يقولوا ترى انتبه ترى واحد واثمين وثلاثة هذه عادة يسهل عملية رقابتها لأنه في خطة واضحة والعمل واضح لكن الأمستك اللي هو الرقم أربعة العيوب التي يصعب السيطرة عليها وهي العيوب إحنا أحيانا ما ننتبه لهاش لأنها تحصل منطقيا منطقيا يعني إحنا الأشياء المنطقية من واحد لأربعة هذه ما لها هذه إحنا مركزين عليها وجلسين نسوي خطة وجلسين شقالين عليها فما في عندنا إشكالية عادة دائما تلكيزنا عليها ونقول ما شاء الله علينا فيها ممتازين في هذه لكن حقيقة في العيوب التي يصعب السيطرة عليها اللي العيوب الصغيرة العيوب التي تحصل أحيانا بشكل يعني كأنه غير مخصود كأنه مو يعني والله يا أخي ما أدري كيف سيت سيت رحت عليها هي اللي في العادة تتكرر وهي اللي عادة تسبب معيه وهي اللي ممكن تسبب إشكالية كبرى ومثلا فلنقول في عملية جراحية أو نقول مثلا في الجيش في المعركة ممكن يقتل صديق له واحد عسكري معه آخر ممكن يرمي بصاروخ بدون ما ينتبه ممكن في الطيران تكون هذه كارثة ممكن تكون عندنا الآن في التعليم أحيانا في المختبرات مع الطلاب سبب كارثة فهذه العيوب اللي هنا أصبح التركيز عندنا الآن في اليوكا بوكا أن نركز عليها بشكل أكثر طبعا إحنا لا نقول أن هذه الثلاثة الأولى لا يركز عليها لكن معنى ذلك أنه التوجيه عندنا الآن لحصر هذه أكثر نبغى هذه المجهولة نبغى نقوم بعمرية حصرها ماذا استفدتم بهذا الكلام أحبتي كرام ماذا استفدنا؟ أسمع منكم سيدي علي أحيانا بداية ترجع على تاريخ التفتير في البوكايوكي أنه باتصورها كانت أنه الحاجة والاختراع والإجازة التحسين الحاجة للتطوير والتحسين دفعت مستر الشينغو إلى التفكير بآلية وضع إجراءات أو خلي نقول وقائية تمنح في الحالات والأشياء التي لنا قد رحنا السيطرة عليها مش خير السيطرة للآن إحنا ممكن أحيانا بدي أضيف نقطة أنت حكيتم ممكن أحيانا الأخطاء المدقية بالنسبة للأخطاء الرابع ممكن أحيانا اللي هي بسموها بالإنجليز اللي هي the way of God يعني الله سبحانه وتعالى مثل الأبطار السيون الشغلات الخارج الهوريكان الهزات العرضية تحدث أخطاء وتالي ينستفت يعني ضمن إطار خيطرتك كإنسان ومسأل خارج البوكايوكي يا سلام نعم هناك أشياء قاهرة هذه فعلا خارج سيطرة لكنا نتكلع عن أشياء إدراكية نتيجة لعدم التجهيز السابق لها نقع فيها كخطأ طيب تعالوا بنا الآن نقول بدأوا يحسبوا إيش هي طيب هذه الأخطاء من أين نستطيع نبدأ نتعامل معها وكيف نستطيع نقوم الآن بعملية التعامل معها بوعي بدأوا يتحدثوا أن جودة أي عملية جودة أي عملية سيتم أداءها من قبل العامل أي عامل أي موظف فإن هذه الجودة تقوم على عاملين العامل الأول عامل معرفة ومهارة العامل هل العامل هذا عنده معرفة ومهارة بتنفيذ هذا الأداء يجب أن يكون عند العامل معرفة تامة بالعمل ولا بد يكون عنده أيضا معرفة بما هي إجراءات العمل والعنصر الثاني يقضت وانتباه العامل اللي هي عنصر الوعي يكون العامل دائما منتبه للأخطاء المتوقعة بحيث أنه يكون دائما عينه على القطعة اللي سيقوم بها بشكل كبير طيب تعالوا بنا أحبة الكرام إحنا وظفنا واحد مش مؤهل مش متخصص وجبناه خليناه يشتغل مثلا مدير موارد بشرية تجيز بعدين ترومه وتقول والله ما عندهش يقضة ما أنت أصلا أصلا اخترته من البداية اختيار من اختيار خاطئ أنت جبت واحد الآن مش متخصص تسويق ومسكه خطة تسويقية وتبقى يسوي له خطة تسويقية ما يتقول والله ما عندنا يقضى وانتباه للعامل في موضوع التسويق لعب بالبروشورات وكانت عندنا خطة ما إنت جبت واحد غير متخصص إذن عندنا عمريتي العنصر الأول هي عنصر تخصصية أن يكون هذا الشخص متخصصا في هذا المجال هذا رقم واحد العنصر الثاني أن يكون لديه يقضة وانتباه للعامل عادة إعادة أكثر كتبنا ومراجعنا تركز على رقم كم هاي جماعة واحد التركيز في الـ HR دائما على رقم واحد كيف نعد موظف يكون عنده الآن موارد بشرية وندرب على رقم واحد ونرفع على رقم واحد شقيع على رقم واحد بينما يقول لك رقم اثنين ترى لا يقل الخطورة عن رقم واحد فحلاز نعرف أن هي زي الطائر الإشكاليات التي تأتي جودة العملية هي زي الطائر لها ماذا؟ لها جناحين لابد يكون عندي موظف ماهر وعنده معرفة وهذه المعرفة والمهار لكن أيضاً لابد هذا الموظف يكون عنده قدرة على اليقظة والانتباه ويكون عنده قدرة على التركيز حتى يستطيع ينجز العمليات بشكل صحيح فإشغاله بأكثر مهمة في نفس اللحظة هو عبارة عن تشتيت لهذا الموظف ماذا استفدنا من هذه اللوحة؟ تسمع لي سيداً أنا أريد أن أتحدث هنا أنه معروف أن الأداء هو بالعادي تتكون من المهارة والقدرة والمهارة هي تتكون من معرفة الشخص بالإضافة أو عامل مهم اللي هو بيئة العمل إذا لم تكن بيئة العمل مناسب لأنه يتمكن حتى وإن كان يعني حاصل على يعني مقصد درجات فيما يتعلق بالمهارة والمهارة أما يتعلق بالقدرة هي عاملين العامل الأول اللي هو الاستعداد النفسي يعني الهالة النفسية للموظف اللي قد تكون فيها عوامل خارجية خارجة عن شخصه قد تكون في بيئته ولكن نتركز على الشغلات الموجودة في بيئة العمل وأهمها أن يكون دعم الرئيس المباشر وبالتالي هذا بعتقد إذا لم يكن هناك البيئة والرئيس المباشر طبعا من خلال وضع الإجراءات اللازمة والتي تمنع الوقوع بالأخطاء والتي أيضا الرئيس المباشر الذي يشارك ويحفز ويدعم ماديا ومعنويا الموظف حتى يوجد لديه الاستعداد النفسي مليون فرمية حتى لو كانت لديه هوكي بوكيز كثير رح تكون الأخطاء موجودة يا السلام عليك يا السلام من هنا بدأوا أحبة الكرام يتحدثوا عن شيء مهم جدا بالنسبة لنا أن هناك أقطاء ستحصل في العمل طبيعي أن هذه الأخطاء قد تحصل لكن مهم جدا نجلس سوا ونسوي وراش عمل أو قل حلقات جودة حلقات جودة للتعامل مع هذه الأخطاء مش بس تحليل الخطأ مش بس التعرف على الخطأ لا كيف نوجد منهجية عمل داخل المنظمة للتعامل مع هذه الأخطاء ما نسمح أنها تكون موجودة وبدأوا يحصروا إيش أنواع الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة عندنا فقالوا أنواع الأخطاء اللي ممكن تكون عندنا موجودة ممكن يكون أخطاء بشرية يعزى هذا النوع إلى إهمال الإنسان نفسه ممكن تكون عندنا أخطاء في العملية الإنتاجية نتيجة خطأ في عملية التصميم التصميم الموجود قد يكون فيه خطأ قد يكون وأقصد بالتصميم الفلوشارت الخاص بالعملية الخطة حق العملية وقد يكون عندنا خطأ من غير منتظمة أخطأ تظهر بلحظة ولحظة تختفي فهي نتيجة لمن للبيئة المكان نفسه والظروف المحيطة بها وعندنا أخطأ قد تكون أخطأ اللينة أو الأخطأ اللي قلت عنها البسيطة نسميها الخطاء المرينة هذه الأخطاء تنتج عن أداء العملية مخرجات غير جيدة يتم تصويب العملية وتولد مخرجات جيدة لكن لاحظ معي إذا لم تصوب ستستمر الأخطاء من الأخطاء الخاطئة وأيضا عندنا أخطاء هي أخطاء قاسية أو غير مرينة عندما ينتج أداء العملية مخرجات غير جيدة ويصعب تغيير العملية لتحسين المخرجات خلاص المخرجات اللي طلعت ما أقدر أعدل فيها أنا المخرجات دي خلاص صارت معيبة والمنتج كله صار خربان ومعد أقدر أسوي فيه غير عن الأخطاء اللينة الأخطاء اللينة أقدر أعدل أقدر أضغط هنا شوية يمشي مع العميل مش رح ينتبه لكن هنا لا هنا العملية ما رح تكون صحيحة أيضا عندنا الخطأ النشط وهو الخطأ اللي يولد نتائج فورية هذا خطأ على طول بواشرة مشكلة كبيرة رح تحصل فوريا وعندنا أخطاء اسمها الأخطاء المخفية أو غال مرئية يحصل خطأ لكن ما أحد انتبه له وهذه الأخطاء لا تظهر نتائجها في الحال لكن تظهر بعدين وتبقى فعالة وتسبب أخطاء أخرى ممكن يحصل التماس مثلا كهربائي في الزر فيؤثر على أشياء أخرى فيما بعد نحن لم نشعر بها في هذه اللحظة فقال لك إذن عيننا لازم تكون موجودة على من على الأخطاء من حبي يعطينا ملاحظة على هذه أو تعليق تفضلوا دكتور عفوا لو ممكن توضح لنا إياها بمثال كل نوع يعني من نفس التطبيق العملي أيوة تعال بنا نتكلم ونأخذها في أي مجال يعطيني أي مجال ونعطيك أخطاء مثلا في الإدارة لو جينا ونتكلمنا الأخطاء في الإدارة الحكومية أو يعطيني إدارة لا تقوليش الإدارة عامة كبيرة يعطيني إدارة مثلا قولي في دفاع مدني قولي مثلا في إدارة مدرسة قولي مثلا في إدارة إحنا الآن إدارة حكومية في الصادر الوارد في قسم الجودة عشان أضرب لك أمثلة إدارة البيئية إدارة البيئية إيش تخطبها أنا أدير البيئة أو إدارة البيئة يعني مثلاً في هيئة البيئة أو في وزارة البيئة عندي أخطأ بشرية ممكن خطأ بشري يكون عندنا الآن في أنه أنا الآن أخطأت في عملية من إصدار ترخيص دون الانتباه إلى أن الشخص الموجود عندنا ما عنده أصلاً السجيل الحقه منتهي هذا خطأ ماذا يعتبر خطأ بشري أخطأ في العملية الإنتاجية نتيجة خطأ في التصميم إحنا نقول إحنا سنسوي معايير لعملية الآن قياس جودة الآن مثلا فنقول عندنا إحنا في البيئة نحن نسوي عملية سماح لموضوع مثلا الآن مصانع الإسمنت وموجود الغازات حقها فإحنا بنسوي معايير بس المعايير نحطينها أصلا مش مطابقة ما لها علاقة بالإسمنت هذا تنفع لأي مصنع آخر تجيزونها المصانع أخرى ربما نجيبها على الإسمنت ما تنفعش الغازات اللي تطلع من الإسمنت غير مناسبة فهذا خطأ في من في العملية اللي احنا وضعناها في تصميمنا أصلا لمن المعايير أخطاء غير منتظمة تظهر مرة ومنتظهر شمرة أحيانا تعرفين عندنا في أخطاء تظهر مثلا عندك كلمة عن مواسم والمواسم أحيانا تكون عندك في أمطار والأمطار تكون غزيرة عندها تظهر مجموعة من الأخطاء اللي تظهر عندنا في عملية تعامل معها في أوقات أخرى ما تكونش موجودة عندي أنا الآن عندي الوضع مستقر ما يظهر عندي هذا الخطأ طيب هل ننتظر حتى يحصل الموسم الأمطار وينزل وبغزارة وبعدين تبدأ تفكر معايا فيه يعني مثلا الآن يتحدثوا عن وجود مثلا الآن تخيلي معايا مثلا نقول في الأخطاء غير منتظمة ظهور مثلا الجرات هذي الآن ستظهر معنا ولا بس ما ظهرش كل السنة أنا ماذا سأفعل الأخطاء اللينة عندي مثلا خطأ قد يكون يعني سهل أنا أقدر أصاححه أنا والله عندي حصل معايا الشيء التالي فيه نموذج هذا النموذج تم طباعته بالكامل لكن فيه يعني همزة كانت بالخطأ فأنا ايش سويت خطت بالقلم ويش سويت عدلت عليها ما هي مشكلة خطأ لين بس أحيانا لا فيه كلمة نازلة في نفس الترخيص يقول تم منحه الترخيص بينما المفروض أنه لم يتم منحه الترخيص هذا خطأ قاسي ما يمكن لازم نعدي النموذج بالكامل خطأ نشط يحصل عندي خطأ يولد نتائج فورية أنه مثلا عندي خطأ الآن على طول مباشرة عندي في النظام الالكتروني النظام الالكتروني أحد الأخوة دخل وسوى حذف للداتا سوى حذف الأحد الملفات للداتا ضربت عندنا الداتا كلها ووقفت المصلحة كلها ما عندنا نسل الآن عنده قدرة على العمل اليوم نقول الله احنا خارج الخدمة اليوم لعندنا الداتا كلها ضربت لازم نسوي استرجاع للداتا ونعمل عليها بعدين خطأ في الأخطاء المخفية وغير المرئية أثناء عملنا في النظام الإلكتروني واحد من الإخوة دخل ودخل بيانات خاطئة يعني جهازه عنده في فيروس فدخل بيانات ومع أن تقول بيانات دخل فيروس للنظام هذا الفيروس بدأ يشتغل الآن بدون منحس كل من يرسل إيميل يرسل معاه سبا يرسل معاه جهاز دعاية إحنا مستغربين من فين تطلع ما إحنا عارفين هذه كلها أخطاء إن شاء الله وضحت نعم شكرا جزيلا دكتور على التوضيح جزاك الله خير إذن الأخطاء ممكن عملية حصرها وبدوا يقولوا لا لحظة مش بس كذا في عندنا أخطاء أكثر كيف بدوا بقى شوي يقول لك عندنا فيه أخطاء أكثر ممكن تحصل داخل العمل في عندنا كثير من الأخطاء قد تحصل ما يزيد عن حدوث 22 خطأ قد يحصل وهذه الأخطاء ممكن تحصلها ولازم تسوي حلقات جودة وتجيب الموظفين معاك وتبدأ تسوي وراش عمل لعملية التعامل معها قال لك واحدة من الأخطاء مثلا ممكن يصير عندنا خطأ في عيوب المنتج تسبب هذه الخطأ من وجود عيوب بشرية عندنا أخطاء بشرية تسبب فيها مشكلة مثلا رقم واحد أخطاء غير مقصودة هذا الخصاء غير مقصود يتولد نوع من خطأ من السلوك التلقائي للعامل يقصد العامل شيء لكنه قام بشيء آخر العامل هو يريد أن يقوم بعمل لكنه قام بعمل ثاني هذا مثلا أعطينا مثال مثال على ذلك مرة من المرات دخلت أنا جيت اليوم أنا عندي مؤسسة كانت عبارة عن مؤسسة تقنية معلومات عندنا واحد مبرمي جديد أول مرة يجي أول مرة يداوم عندنا في العمل وأنا دخلت ومعايا كان هاردسك في يدي وهاردسك هذا فيه معلوماتي كلها موجودة في يدي وسبح الله أنا داخل الآن بالهاردسك وجيت قابلت المدير حق التقنية أسلم عليه وقلت له السلام عليكم كان هاردسك في يدي هاردسك معي في يدي فقلت له يوسف المهندس خلنا نقول حسام مهندس حسام داوم اليوم قال إي وهذا هو موجود جاء حسام قلت له هاي حسام أخبارك قال الحمد لله بخير قلت له خذ هذا الهاردسك وفرمته خذ هذا الهاردسك وفرمته زي وبعدين جلست مع يوسف أتكلم وبعدين بعد نصف دقيقة فكرت لحظة لا يروح يمسح اللي فيه فناديت العامل قلت له تعال جاء فلما جاء العامل قلت له ايه سويت في الهاردسك قال لي مسحته والمعلومات اللي فيه هاي يا جماعة الموظفين من الخطأ عند من عندك انت خطأ عندك أنا أين الخطأ هذه الخطأ غير مقصود مني أنا في إعطاء التعليمات كان المفترض لما أعطي التعليم كان المفترض أعطي التعليم بشكل كامل خذ هذا الهاردسك وقم بعملية فرمات وبعد أن تأخذ نصفة من البيانات الموجودة فيه أليس كذلك لكن لأني انشغلت بمقاطعة مع الأخ يوسف وحديث معي الأخ يوسف انشغلت عنه فحصل عندي أني الآن وجهت تعليم ناقصة فحصل عندنا خطأ كبير فبالتالي وجود هذه الأخطاء يعني أنك أنت تقوم بعملين في نفس اللحظة دون تركيز هذا نعمل أخطاء هذا الخطأ قد يولد عندنا إشكاليات كبرى أنك أنت الآن تحاول أنك تعمل خطأ وهذا الخطأ يؤدي عندك إلى شيء قد يكون غير مناسب فهذه أخطاء تولد هذا الخطأ من وجود السلوك تلقائي للعامل هو تلقائي الأول ما قلت له الآن قلت له فرمته فرمته طيب عندنا خطأ رقم اثنين خطأ رقم اثنين أخطاء التوصيف إحنا لما جينا الآن نشتغل هذا الخطأ تم تنجج عادة عن الإرباك إيش الإرباك قدامي أزر كبيرة زي ما شايفين كذا أزر كثيرة جدا متشابهة ومش مكتوب عليها أسماءها ولا هي مميزة بلون وأنا متعود كل يوم أتعامل معها كل يوم أتعاون معها طيب اليوم سهي علي وضغطت زر بالخطأ وقفت الآلة والآلة لما وقفت راح تفرمتت مجموعة من الأشياء وحصل عندنا انقطاع كهربائي إيش اللي يؤدي هذا الأمر هذا قد يؤدي لخسارة كبيرة جدا عندنا عندنا في المكتب في عندي زرين زرين مفاتيح واحد خاص ما عليس ثلاثة واحد خاص باللوحة لوحة اللوحة البرة حق المكتب وواحد خاص بالتكييف وواحد خاص بالسيرفر ثلاثة ثلاثة الزرة زي حق التكييف تماما موجودة بجن بعض عادة من اللي ما يطفاش أبدا تكييف السيرفر السيرفر اللوحة الخارجية دي احنا ممكن نشغلها نطفيها ما مشكلة التكييف لحنا نكون موجودين خلاص انتهاء الدوام بنطفيه لكن السيرفر ما راح نطفيه السيرفر لانه فيه داتا ويمكن يتوقع في الموقع ويصر عندنا إشكالية أخرى الموظف جاي وطفت ثلاثة كلهم حراحين إجازة في العيد من كثر الخرص عنده طفت كل شي ومشى ولما جينا احنا لو صلنا أنا أتصل بعد العصر أكلمه قال لي أنا ما طفيته كيف ما طفيت قال لي ما طفيت أنا طفيت إيش أنا طفيته طفيت الزرين وتركته قلت يعني السيرفر مفتوح بس حنا الموقع طائح قال لي السيرفر شغال طب إيش اللي طفه هو طفه سألمكم الله اللوحة والسيرفر وترك التكييف إيش رأيكم جينا بعد العيد لقينا المكتب يعني ما شاء الله بارد غير طبيع ثلاجة هذه أخطاء أخطاء في عدم وجود لوحة مفاتيح توضح كل واحد اسمه خطاء آخر أخطاء بسبب فقدان النشاط إحنا أحيانا يحصل عندنا نتعب يحصل عندنا نوع من النسيان ننسى وبالتالي قد نتجاوز إلى فين إلى نروح مثلا للمخزن نبغى نجيب مثلا قطعة ننساها أجيب مثلا قطعة معينة وأنسى القطعة فلما أنسى قطعة ممكن يحصل عندي نوع من نسيان وهذا النسيان يخليني أجيب أشياء قد تكون غير مناسبة غير مطلوبة غير ليس الشيء الذي نحن نريده تمام وبالتالي قد يحصل عندنا خطأ أيضا عندنا أخطاء المعلومات قد يحصل عندي خطأ في المعلومات الناشئة عن إدخال خاطئ لما ندخلنا البيانات أدخلنا معلومات خطأ قد يحصل عندنا أخطاء تنتج عن بسبب تجميع القطع القطع اللي جمعناها ركبت للقطع بشكل خاطئ وبالتالي يحصل عندنا عملية خطأ لاحظوا معايا بدوا في اليوكا بوكا يوكا بدوا يركزوا على فكرة أنه لازم حتى المنافذ يجعلها مختلفة شوف كل منفذ ماذا فعلوا وهذا فين؟ في المستشفيات لاحظوا معايا مثلا الأكسجين حطوا له منفذ مختلف ليش؟ عشان هذا ممكن يحصل مشكلة تذكروا في أحد الدول العربية قبل فترة أحد الأشخاص قطع الأكسجين عن أحد المستشفيات وحصارت وفاة تذكروا هذا الحادث؟ طيب السبب أنه ممكن عارف المنفذ شوفوا المنفذ لازم يكون المنفذ كل منفذ مختلف عن الآخر عشان نتفادى هذا الخطأ إذن هذه هدفها الأساسي أن يكون عندنا قدرة على التعامل مع كل منفذ لعملية معينة من الأخطاء أيضا أخطاء في عمليات الضبط والقياس أخطاء أيضا قد تحصل عندنا أخطاء ناتجة أخطاء قد تحصل عندنا ناتجة عن السهو كن عندنا إحنا سينة إحنا ما فكرت في هذه اللحظة أخطاء قد تحصل عندي في الصيانة وإصلاح المعدات أخطاء قد تحصل عندي ناتجة عن عدم الفهم أنا ما فهمت إيش المطلوب الخريطة تدفق ما كنت أعرفها أخطاء قد تحصل عندي عن الإهمال أنا ما انتبهت كان عندي نوع من الإهمال الخطوات الضروية كانت غير واضحة أخطاء قد تحصل عندي أخطاء مخفية غير مرئية أنا ما انتبهت أن في خطأ حصل الآن حصل ماس بس أنا ما انتبهت له أخطاء قد تحصل عندي عن إجراء العملية بشكل غير صحيح أنا أجريت العملية نعم بس قلت خبرة خليني أقر أجريها بشكل خاطئ أخطاء قد تحصل عندنا في التشخيص لما شخصت الموضوع حصل عندي التباس فيه فبالتالي قد يحصل عندي تشخيص خاطئ أخطاء قد تحصل عندنا عدم توفير معايير العمل المعايير غير واضحة وبالتالي غياب معايير العمل يؤدي أيضا إلى الأداء بشكل خاطئ أخطاء قد تحصل عندنا أداء العملية التشغيلية بشكل خاطئ أخطاء قد تحصل عندنا أيضا بسبب تنفيذ خطوات العملية وفقا لإجراءات العمل المعيارية أخطاء قد تحصل عندنا الآن ناجمة عن التأخير والبطء في الأداء كذلك أيضا قد يحصل عندنا خطأ ناتج عن النسيان قد يحصل عندي خطأ أيضا ناتج عندنا عن أعمال غير متوقعة أيضا قد يحصل عندي خطأ ناتج عن أخطاء لا إرادية هذه الآن يعني أنا ما كانت حاس أنا فجأة كذا وانا أتحرك ضربت بيدي خطأ لا إرادي أيضا قد يحصل عندي أخطاء مقصودة خطأ للتخريب أحد الأشخاص يريد أن يقوم بعملية التخريب كل هذه الأخطاء قد تحصل داخل منظمة وعندنا أيضا أخطاء مقصودة لكنها مهملة يعني غير مقصودة بس بسيطة يعني غير مهملة وعندنا أخطاء أيضا إجراءات مترابطة أخطأنا في إجراء فهذا الإجراء تسبب في خطأ في إجراء آخر كل هذه الأخطاء أيها الأحبة والدة في العمل ثم يأتي شخصا ما ويقول لا إحنا منظمتنا ما عندنا خطأ تعني إحنا مرة محترفين إحنا أحسننا هذي لهم اللي خلونا نقع في الخطأ ونستمر الخطأ يا جماعة طبيعي يحصل أخطاء همش يكون عندك طريقة فعالة للتعامل مع الأخطاء سؤالكم ماذا تعاملنا حتى الآن ماذا تعلمنا ماذا استفدنا نستيج زي ما حكيت أن الأخطاء وارد طالما أن العصر البشري بتعامل مع العملية الإنتاجية لكن الأهم من ذلك هي قدرة المنظمة على التعامل مع متجات هذا الخطأ ومعالفته بأقصى سرعة حتى لا يتفقم الهدر والخسر يا السلام عليك يا السلام عليك يا سلام عليك يا سلام أحمد من حبي شاركنا أيضا تعرفنا على أنواع والوقوف عليها الدكتور لكل الخطأ وإنه كيف نتصرف معه ومعالفة تصنيفه ومفترض أيضا ندير ورش عمل وحوارات عشان كيف نستطيع نتعامل معه كلام رائع أشكرك فضل يا سيد الدكتور أبدا أنه في عالم ياباني على ما أعتقد يحضرني اسمه وذكر أنه عدم وجود مشكلة هي في حد ذاتها مشكلة لأنه يخرج منها لأن المشكلة أحيانا تخرج منها الإبداع والابتكار فاليوم المشكلة مطلب ضروري للتحسيبية العمل وزيد الثقافة الموارد الموجودة لتحقيق الهدف يا السلام ولذلك أحبتي الكرام من نبس الشريحة تكون واضحة قدامكم لذلك انطلقت الجودة الشريحة واضحة ومكبر هذا بيصير خطأ بعدين صعب إحنا نكون في الأخطاء بوكايوكا ومن الشريحة مش واضحة طيب تعالوا بنا الآن نتكلم عن الجودة الجودة أصلا قائمة كلها على دورة وعجلة اسمها عجلة ديمينغ للتحسين المستمر والهدف الأساسي منها هي التصميم إن ننصمم أداء فعال أليس كذلك؟ من هنا بدأت فكرة التحسين كيف التحسين؟ المفترض أن هذا الرجل هذا الرجل إدوارد ديمينغ هذا أبو علم الجودة هذا الرجل بدأ يفكر على أهمية إيجاد آلية هذه الآلية تساعدنا على كيفية التحسين المستمر للعمليات بحيث نستطيع أن نقوم الآن بعملية أداء العمليات بشكل صحيح وفعال طيب كيف نستطيع أن نقوم بأداء عملياتنا؟ إدوارد ديمينغ وضع فكرة يقول قم بعملية التخطيط خطط لما تريد أن تفعله ثم بعد ذلك اعمل ونفذ ما أنت خطط له ثم قم بعد ذلك بعملية تحقق والدراسة حتى تستطيع أن تكتشف الأخطاء المنطقية والغير منطقية اللي حصلت وتأكد من كل شيء ثم بعد ذلك قم بإجراءات التصحيح صحيح في العملية حتى تتأكد أنك أنت فعلاً ماشي بالشكل الصحيح هذه أفكار إدوارد ديمينغ أين تكمل الجودة؟ الجودة تكمل أن ما خططنا له إذا كان نفس ما خططنا له هو نفسه الذي ينفذ إذن لدينا جودة طيب ما فائدة عمليات التحقق والدراسة؟ هي للتأكد من وجود أخطاء أو عدم وجود أخطاء وجود انحرافات وجود بوكاويوكا وعملية من؟ عملية الآن نقوم بعملية حلها إذن المفروض أني أضع خطة هي عبارة عن تصميم ثم أعمل على عملية تنفيذ الخطة وفق ما قمنا بتصميمه عادتاً الأخطاء تأتي من شيئين؟ أما أن الخطة كان فيها إشكالية أو عملية التنفيذ فيها مشكلة فقد يكون أننا ما قمنا بعملية الدراسة أين الإشكالية اللي تحصل عندنا؟ وجود إحنا غياب عندنا أحياناً يحصل عندنا غياب إحنا عندنا غياب لهذه العملية هذه العملية عندنا فيها غياب والسبب أن بعض الأشخاص يأتون ويقوم ويطبلوا إحنا لا إحنا ممتازين قدير ما أحصل قدير ما عندنا الخطة إلين تأتي الكارثة؟ إلين تأتي فعلاً الكارثة؟ نقول لهم يا جماعة يا جماعة نحن لا ننتقد المدير نحن نتحدث عن عملية إنتاجية قد يحصل فيها خطأ معيب قد يحصل عند عامل بشر يعملون في برمجة آلات قد يحصل فيها خطأ فلابد من عمليات تحقق ودراسة لا تحرفوا حديثنا لحديث هجوم على الأشخاص اليابانين نجحوا بالخروج من الحديث على الأشخاص إلى كلمة سحرية استخدمها فنجحوا وهي كلمة اسمها كلمة إدماج إدماج العاملين إيش أن إدماج العاملين؟ جعلوا كل العاملين مدركين أن تلك الأخطاء شيء طبيعي وجودها وأنهم كلهم مسؤولين عن التعامل معها وأنهم كلهم مسؤولين عن إيجاد حلول لها وبالتالي ظهرت هذه المنطقية الآن في عملية التعامل مع المشكلات كيف نستطيع أن نقوم الآن بعملية التعامل مع المشكلة؟ إدوارد ديمينج لما بدأ يتحدث بدأ يتحدث يقول حدد رؤيا حدد احتياجات العمل ضع استراتيجية ضع خطة عمل ثم بعد ذلك حدد ما ستقيسه اجمع بيانات حدد كيف يتم العمل ثم قم بعملية المعالجة للبيانات كرر أدوات وأنظمة حلل المعلومات والبيانات بشكل فعال قم بعملية تحسين الأداء اجعل العاملين معك بأنفسهم هم يشتغلوا معك ويشاركوا معك في عمليات الجودة خطط ثم نفذ ثم حسن على شكل دورات مستمرة كعمليات دورات مستمرة حتى يتم حل المشكلة مهنا انطلقوا إلى فكرة ان احنا سنضع دائما دائما سنضع معيار وسنضع عجلة للجودة عجلة الجودة فيها نخطط ثم نحسن ثم نحسن شكل أكثر هذه العجلة تسمى عجلة شوهارت وهي انه كل مرة هو احد طلاب ادوارد ديمينك يتحدث انه كل مرة ضع معيار حدد المعيار حدد معيار ثم قم بالتحسين المستمر حسن حتى نستطيع ان ترفع مستوى العمليات وهذا التحسين المستمر يعني ان احنا دائما سنتوقع انه قد يحصل عندنا اخطاء وقد يحصل عندنا انحرافات فلابد من آلية لعملية التحسين وهذا الامر يساعد في تحسين الربحية تحسين الكفاءة تحسين الجودة ونحسن بشكل مستمر حتى نستطيع ان نقوم بعملية تحسين العمليات دائما لاحظوا معي في عندنا يعني ترتيب انه نبدأ بD BDCA او قد ابدأ بBDCA وهو اما نبحث عن عملية لتحسينها ابحث عن عملية داخل منظمة لتحسينها افهم فيها اختلافات العملية اتعرف على كيفية تقليل الاختلافات وابدأ بعد ذلك بدورة تصبح هذه ثقافة تنظيمية او ابدأ اسأل نفسي سؤال ماذا اريد ان احقق كيف اعرف التغيير ما الذي سيتغير كيف ابدأ الدورة فيصبح عندي نوع من الثقافة هذه الثقافة هي الثقافة التي خلقت لنا الجودة والتي صنعت عندنا الجودة هي كيف نستطيع يكون عندنا عمليات تحسين مستمرة سؤال لكم ماذا استفدنا من طريقة ادوارد ديمينغ لعملية حل الاشكاليات من خلال دورة ديمينغ التخطيط والتنفيذ والدراسة والتحقق التي دورها اساسا منع وجود الاخطاء المنطقية والغير منطقية والحد منها الاكثر شيء ثم التحسين لوضع حلول تصحيحية لها ماذا استفدنا من حب شاركنا فضلوا شاركونا دكتور ممكن سؤال عندما سويت شيك أو فحص هل أقارن بالمستهدف الأساسي أو باللي سبقه بالأداء الفعلي السابق لما عمل يعمل شيك أو فحص أقارن بالمستهدف أو بالشيء اللي أنا عملته حتى تأكد أني أنا تجاوز المستهدف الفعلي ما هو المستهدف الأساسي المفترض أني أسوي ثلاثة أنواع من عمليات المن؟ عملية التدقيق أدقيق أولا تدقيق داخلي وفي تدقيق خارجي تدقيق الداخلي أني أدقيق من؟ بعين أنا ما موجود عندي الآن الأداء الفعلي والأداء المتوقع هذا واحد والشيء الثاني أني أسوي الآن أيضا عملية من؟ عملية تحقق أتحقق في السوق الناس اللي عندي في مجالي ماذا يفعلون؟ إيش مستوى الأداء اللي عندي والأداء اللي معهم والمستوى الثالث أني أقارن نفسي بالمعايير الدولية القياسية وهذا إحنا شرحناه في البنشماركي ارجعوا للمقارنة المرجعية شرحنا فيه عمليات القياس شكرا لك دكتور إذن بدأت الفكرة عند بعض المنظمات تقوم تركز على عملية التحسين إن شاء الله الشريحة قدامكم واضحة واضحة حسين بدأوا يركزوا على استراتيجية استراتيجية اسمها استراتيجية تحسين مستمر وكايزن تخلي منظمات مش بس إنها تخطط وتنفذ لا بدأت تركيز كيف نستطيع يكون عندنا قدرة على إنه تنبأ هذه الأفكار قلت شركة تيوتا نفسها تفكر تقول أنا أبغى حد من الأخطاء فسا بدأوا يتركزوا على شيء اسمه الحد التحسين المستمر هذا التحسين المستمر قادهم لأنه يفكروا في عملية إنه دائما يكون عندنا بالشكل التالي هذا واحد اسمه ما سكاي أماي واحد من رواد الجودة يقول يجب أن لا نتوقف فقط عند حل المشكلة بل التنبؤ بمشكلة وإيجاد عمليات تحسين مستمر بدأ مبادئ التحسين مستمر تتحرك بشكل أكثر وبدأ يقوله تعالوا بنا نفكر بالشكل التالي أولا تعالوا نضع خطة خطة ماذا سننفذ ثم بعد ذلك تعالوا بنا نفكر في التطبيق ثم نقوم بعملية التقييم ثم نقوم بعملية التحسين وتعالوا نطبق عمليات الجودة في عمل الجودة بشكل فعال هذا مكان موجود في اليابان لكن في منطقة أخرى بعيدة بالكامل عن هذا المكان ظهر نموذج اللي احنا جايين اليوم نتكلم عنه اسمه نموذج التحسين المستمر هذا النموذج نسميه نموذج التحسين المستمر هو نتيجة لكل ذلك التطوير السابق كل الأفكار اللي قد أخذناها في الأيام الماضية سنقوم بعملية تطبيقة في هذا النموذج ما الذي حصل هذا المستشفى هذا المستشفى يسمى المستشفى الأمريكي في كلومبيا أو يسمى المستشفى هذا المستشفى هو مستشفى والمعروف بهذا النموذج ابتكر نموذج خاص بعمليات الجودة هذا المستشفى يسمى المستشفى الأمريكي المتحد وهذا المستشفى كان يقابل مجموعة رغم أن المستشفى جودته جدا عالية لكن هذا المستشفى واجه كثير من الإشاعات إشاعات عن مستوى الجودة اللي فيه إشاعات عن مستوى الأخطاء اللي تتم فيه طبييا وأنه فيه كثير من الأخطاء الموجودة فيه وأحياناً بعض المجتمعات يتم عملية وضع يعني شوشرة عن بعض الجهات تذكروا أحياناً يقول لكم أنه بتجون مرضات ويدقوا الباب ويحقون الأطفال بالفيروسات تذكروا هذا الكلام؟ يدصرتكم هذه الإشاعة؟ وصلت نعم صحيح وأيام كورونا فيه ناس يقول لك أنه لما نضغط إحنا الآن نضغط إحنا بالإبار دي ما عد رح نقدر نخلف البشرية كلها رح تموت أيها صحيح الآن ما شاء الله يخلفون دولة يخلفون الآن ولا أولاد ما شاء يخلفون ولا طيب هذه الأشاعات دائماً موجودة هذا المستشفى طبيعة مشكلته أنه مشكلة كانت موجودة بين كولومبيا وبين أمريكا والمستشفى هذا يسمى مستشفى الأمريكي المتحد في كولومبيا فبالتالي أدى إلى وجود كثير من الإشاعات حوله بدأ فريق العمل في المستشفى يحاولون يدرسون الموضوع هل نغير اسم المستشفى هل نغير إدارة المستشفى ماذا يجب أن نقوم بعمل عدد من ماذا نستطيع أن نغير في الفكرة إيش نسوي عشان نعالج الإشاعات إحنا مستوى الجودة عندنا جداً عالي لكن المجتمع برا حاط باله أن إحنا عندنا أخطاء موجودة ولو حصل عندنا خطأ فإنه هذا الخطأ سيكبره بشكل كبير جداً وسيتم عملية من مضاعفته عندنا فكرتين نقفل المستشفى يأما نرفع مستوى الجودة إيش تقولوا إيش الأفضل نرفع مستوى الجودة نرفع مستوى الجودة طيب نرفع مستوى الجودة إيش نسوي نطبق الجودة قالوا نطبق الجودة الناس أصلاً كلهم قد يطبقون الجودة لازم يكون عندنا نبدأ من حيث ما وصل الآخرين بدأ هذا المستشفى يسوي ورش عمل وحلقات جودة داخلية وبدأوا يفكروا هما نفسه المستشفى يفكروا في صناعة نموذج من كل اللي أخذناه في الثمانية وعشرين يوم الماضية كل الكلام اللي قلناه في الأيام الماضية قالوا نبقى نسوي منه نموذج ونصنع نموذج خاص بنا إحنا ونبدأ نصدر معرفتنا للآخرين وبدأوا فعلاً الدكاترة والممرضين والإدارين في المستشفى يعقدون ورش عمل داخلية لحل المشكلة التي يواجهها المستشفى فأوجدوا هذا النموذج إيش النموذج؟ نموذج يبدأ بكلمة فوكس أي التركيز قالوا نحن في مستشفىنا سنعمل على الشيء التالي واحد أولاً عندنا حرف الإف جاي من عملية العثور اعثر على مشكلة تحتاج تحسين اعثر على فرصة تحسين اعثر على خطأ بوكايوكي موجود عندنا للتحسين اعثر على أحد السينات السينات تذكروا السينات الخمسة أحد السينات يحتاج تحسين يعني تعال مثلاً الأرضية عندنا راح نلمع الأرضية ونجعلها ورنيش يلا اعثر على شيء تحتاج تحسين المواقف راح نحسينها العمليات راح نحسينها الأشعة راح نحسينها كل شيء اعثر على نقطة تحتاج تحسين سؤالي لكم أول ما بدأوا في النقاش هل تتوقع لو كانوا يبدأوا في النقاش محساسين تقولوا عندنا والله يا أخي مشكلة في الأشعة رد مدير الجسم الأشعة قال أنت تقصدني أنا أنا ما عندي أخطاء هل تتوقع كانوا نجحوا مستحيل لا إنما اندماج العاملين الشفافية في الطرح الكل مشارك هو الذي أدى للنجاح إذن أول شيء اعثر على فرصة تحتاج تحسين اثنين قم بعملية بعد ما تعثر على فرصة قم بعملية تنظيم فريق عمل من العاملين في العملية سواء من الإدارة أو العاملين الموظفين البسطة كلهم ينظمون في هذا الفريق لحل هذه المشكلة ثم بعد ذلك ابدأ في توضيح المشكلة لهم جيب العاملين دولة فريق العمل حلقة الجودة واشرح لهم أين المشكلة أنت ليش شعرت أن هناك انحراف اشرح لهم أين المشكلة ثم قم بعملية بعد ذلك جعلهم يتفهمون هم بأنفسهم ينزلون للقنبة هم بأنفسهم يروحون يسوون دراسة استقصائية يجمعون معلومات يقومون بعملية وضع بيانات للتأكد بأن هناك مشكلة وفهم مستوى الانحراف الموجود فيها ثم بعد ذلك اجعلهم يضعون خطة هذه الخطة يحددون من خلالها ما الذي يريدون القيام بعملية تحسينه ايش الفجوة اللي احنا سنقوم بعملية سدها ثم بعد ذلك اطلب منهم أن يبدأون بعملية الآن وضع خطة عمل ثم تنفيذ هذه الخطة يطبقوا الخطة ثم يقوموا بعملية يقيموا ما الذي يتحقق ثم يضعوا تصحيحات وتحسين حتى يصبح هذا الأداء أداءا دائما مستمرا في المستشفى ويصبح أحد أنواع الثقافة التنظيمية السائدة عندنا في المستشفى ووضعوا هذا النموذج هذا النموذج يسمى المستشفى للتعليم والجانب العسكري والجانب الصناعي وأصبح هذا النموذج يطبق في كل مكان في الإدارة قبل ما أطلب منكم بتعليقات حول النموذج سأوضح النموذج بشكل أكثر عمقا ماذا يقولون يقولون في بيئة عمل معينة هذه بيئة العمل في سياق بيئة عمل معينة من الطبيعي أن يحصل عندك مشكلات يعني ممكن يحصل عندك أخطاء بوكا يوكا كثيرا ممكن تحصل عندك لاحظوها يقولوا الطبيعي سيحصل عندنا في المستشفى مشكلات هذه مشكلات طبيعي أن تحصل نحن ما دمنا نعمل إذن سيحصل لدينا مجموعة من التحديات والمشكلات في العمل لما تظهر هذه المشكلات الآن الإدارة الواعية هي اللي تعرف تتعامل معها إذا إحنا الآن قلنا ما عندنا مشكلات ما عندنا مشكلات فالمشكلات ستبقى وكل اللي سيحصل للورقة اللي كتبنا أن فيها عندنا مشكلة هي اللي رح تتحط في الزبالة لكن المشكلات ستبقى والعميل سيأتي وسيلمسها وسيشتكي ونحن لن نستطيع أن ننجح طيب ماذا سنفعل؟ إذا بدأنا نعترف أول شي إذا قلنا نعم لدينا مشكلة وبدأنا نعترف وبدأنا بمرحلة الفوكس نبدأ نركز على هذه المشكلة نقوم بدراستها ماذا سنفعل؟ نبدأ نعثر على فرصة تحسين نتعامل معا أن كل مشكلة هي بذاتها فرصة للتحسين وهذه المشكلة نبدأ الآن نكون لها كونسولتو كونسولتو معنا فريق استشاري يقوم بعملية تحديد ما هي الفرص التي سنقوم الآن بعملية ترتيب أولوياتها ارجعوا للحلقة اللي قلنا اسمها حلقة الجودة حلقات الجودة حلقات الجودة قلنا عندنا لجنة اسمها لجنة المستيسير لجنة يسير دورها أنه لما تأتيها الشكاوي وتأتيها المشكلات الواردة لها من كل مكان تقوم بترتيبها على شكل من؟ ترتيبها على شكل أولويات فهذه اللي نربز لها بحرف الإس حرف الإس اللي عبارة عن فريق كونسولتو اللي هو فريق الاستشاري سيقوم هذا الفريق الآن بتحديد فريق هو فريق A الفريق القائم الآن فريق C سيحدد فريق A هو الفريق المكلف بحلقة جودة لعملية حل هذه المشكلة هذا الفريق الاختصاص من دول علاقة أصلاً بهذا التحدي بهذه الفرصة التحسينية ورح نظم الفريق ليس الهدف هنا لجنة والناس يقوم ياخذوا خرج دوام ليس هذا الهدف الهدف هنا فريق تحسين الإجراءات ثم هذا الفريق ماذا سيقوم؟ هذا الفريق يجب الآن على الفريق كونسولتو أن يقوم الآن بعملية تقديم فكرة للفريق A عن ما هي العملية يسلموا لهم إيش خرائط الدفق حقها إيش أهدافها إيش توصيف العاملين فيها ويقول لهم إيش الشيء اللي شعروا به أو الشكوى اللي وصلتهم لها ثم سيقوم بعد ذلك فريق الآن A سيقوم بعملية دراسة هذا الموضوع يطلع عليه بالكامل ويتأكد أنه الآن فهم تماماً مستوى الانحراف اللي عنده وحدد مستوى الفجوة ويتناقش فريق A مع فريق C عن الفجوة الموجودة هل هذا ما تقصدونه؟ قالوا نعم يقولوا خلاص إحنا في منها وسنبدأ بإذن الله نوجد لها حلول فسيبدأ فريق A سيبدأ فريق A الآن في تحديد التحسينات التي ممكن أنه يقوم الآن بعملية عملها وسيعرض هذه التحسينات على فريق C يقول له إيش الشيء نحن ممكن نحسنه فإذا وافق عليه فريق C سيبدأون الآن في عملية التخطيط يضع فريق C الآن الخطة وأيضاً فريق A يقوم بعملية الآن دراستها ثم يقوم بعملية التخطيط للتحسين فريق A يضع الخطة فريق C يقوم بعملية مراجعتها ثم بعد ذلك يتم عملية التنفيذ فريق A سيقوم بتنفيذ الخطة والتحسين ثم سيقوم فريق C بعملية الإشراف عليه أثناء التحسين ثم فريق A سيتحقق بالنتائج وسيطلق فريق C عليها ثم بعد ذلك سيعمل الآن الفريقين على عملية الاستمرار للتأكد من النجاح فيها وأنه حلينا هذه المشكلة وصار عندنا الآن حلول توطن داخل المؤسسة ويصبح عندنا هذا عمل مؤسسي المرة الجاية عندنا طريقة عندنا دليل للتعامل معها المرة الجاية بإذن الله نحن قادرين للتعامل مع هذه المشكلات لأنه صار عندنا الآن خطة عمل معها سؤال لكم ما الذي استفدنا من هذا النموذج أسمع منكم فظلوا شاركونا يعني سيدي أنا بشوف أنه نموذج التحسين هو أدى إلى تحسيز وإنجاح حلق الدمينغ بشكل كبير يعني بكون هو في البداية هو عبارة عن يعني تجهيز للمشكلة ومثل ما تطبيق عليها مبادئ دمينغ يعني أنه بتصور يؤدي إلى تعزيز التشارك ما بين الموضفين في الفروتلاين يعني في العمليات بالإضافة إلى إذا جاءت التعبير في الصف الثاني أو القيادات الرؤسان أقسام لأنه نلاحظ أنه في عندك في الخطوة السادس البيل التخطيط من يقوم بالتخطيط التخطيط هو من له صلاحية بالفكر الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية لكن من وافأه ببنود ومعلومات وبيانات التخطيط الميدان وبالتالي هذا تكون كفيل على أنه والله النتائج يعني راح تكون فيه عندك عملية مظهونة إن شاء الله أيضا في عندك التحقيق في السي من يشرف على التحقيق الأشخاص اللي قاموا بوضع البيانات ووضع الخطة للتحسين وبالتالي شوف كيف عملية المشاركة وإيكال المهمات لأشخاص مختصين لضمان النتائج أفضل النتائج يا السلام عليك يا السلام يا السلام منحب شاركنا طيب إذا عن هذا الأساس أحبة الكرام بدأت مراحل الآن عندنا نموذج هذا النموذج راح يساعدنا كيف نستطيع أن نعمل على مراحل لعملية تحسين الجودة فتعالوا بينا ناخذ هذا النموذج كمرحلة مرحلة أول ما تبدأ عندنا الآن عمل سيبدأ الآن أولا نموذج سي مرحلة الأولى عندنا هي مرحلة الآن نسميها مرحلة الآن العثور العثور أو البحث عن فرصة تحسينية لعملية التحسين في عملية البحث أولا سنبدأ بتحديد مشروع نسميه مشروع تطوير أن نقوم الآن بتطوير أحد العمليات الموجودة عندنا في مشروع التطوير سنبدأ أولا هذه المرحلة نبحث عن فرصة للتحسين ونقبل فيها النقد بشفافية ولحظ كلمة بشفافية ونحدد فيها مشروع التطوير اللي سنعمل عليه وقد يكون المشروع عندنا الآن لعلاج مشكلة قائمة أو قد يكون تطويري أو قد يكون استشراف أيضا المستقبل تشمل هذه المرحلة عندنا الآن نراجع المعايير ذات العلاقة اللي وضعناها كمعايير لتحديد أداءنا في الجودة ونراجع أيضا الوثائق نحلل البيانات اللي تم جمعها نقوم بتحديد المشكلات والنتائج المطلوبة وقد نستخدم نموذج سايبوك عشان نحدد أين المشكلة هل هي في الموردين ولا في المدخلات ولا في المعالجات ولا في المخرجات ولا في العملاء أين الإشكالية ثم بعد ذلك في هذه المرحلة نحدد ما هي المشكلة بالتحديد في هذه المرحلة في مرحلة البحث علينا أولا في مرحلة البحث العثور على فرصة تحسينية في هذه المرحلة سنعمل على الشيء التالي أعثر على أحد العمليات لتحتاج إلى تحسين لا تجعل عندك مجموعة كبيرة من العمليات تحدد عملية واحدة وأعمل عليها تستطيع أن تنجزها فحدد عملية تحتاج تحسين الحاجة حدد الحاجة لتحديد تعريف العملية وتحديد عملائها حدد جيب نظام الصايبوك وحدد على الصايبوك من عملائها بشكل جيد استخدم أيضا الدايماك عشان تحدد الآن ما هي الآن التحديات الموجودة فيها استخدم الحاجة لاتخاذ قرار وضع إيش الحاجة لاتخاذ قرار في هذه العملية أيضا قم بعملية تحليل آراء المستفيدين حول العملية افهم ما هي الإشكاليات التي تناسب مع الإشكالية ما هي منظومة عندك الأولويات ما الحاجة لقيام تغيير فيها قم بعملية البحث حتى تتأكد تماما بأنك صار عندك يقين أن هذه العملية تحتاج إلى تحسين ثم بعد ذلك الآن اذهب إلى مرحلة سمى مرحلة التنظيم بس خلنا قم نروح منها في أحد عنده ملاحظة عن عملية البحث لأن عملية البحث جدا هامة بالنسبة لنا لأنها المفتاح لهذا النموذج إذا إحنا استخدمنا حالة إحنا أحيانا قد نصاب بزهايمر نستخدم عملية واشتغلنا عليها وواحد نقل جاء واحد ثاني لا لا إحنا عندنا تحسين مستمر بس وفق من أدلة وفق أولويات أحد عنده تعليق تفضل دكتور معلش عفون يعني عملية التركيز والبحث هل هي تعتبر يعني عن طريق الأدوات البحث العلمي ودوات العلم اليدارة اللي أخذناها في تحدث المشكلة أم لها بجال آخر بلا شك نستخدم معها أيضا عملية تحديد نستخدم فيها الديماك ونستخدم فيها أيضا سيكس سيجما ونستخدم فيها أيضا وشرحنا هذا كله في اللقاءات الماضية أرجو أن ترجعوا لسيكس سيجما وأرجو أن ترجعوا لحل المشكلات تتكلمنا عن أدوات حل المشكلات في الجودة يا سلام أيضا بعد ذلك سنبدأ في مرحلة التنظيم الصوت واضح صوت يتقطع أحيانا يروح ويرجع يعني طيب صوتي الآن واضح أنا صوتك واضح إذن معنى ذلك نبدأ الآن في مرحلة التنظيم ما معنى التنظيم؟ نظم فريق عمل من الناس لهم علاقة بالعملية سواء كانوا وأنا لاحظة أقول للناس ما نقولش للعاملين سواء كانوا عاملين سواء كانوا عملاء داخلين عملاء خارجين كل أصحاب العلاقة بهذه العملية جيب الصايبوك حدد على الصايبوك من له علاقة بالعملية ويبدأ في عملية التنظيم في هذه العملية في التنظيم حدد فريق عمل لتحسين هذه العملية هذه المرحلة نحدد فيها فريق عمل سيعمل في مشروع التحسين وينصح أن يكون من مختصين بمجال العملية لازم يكونوا مطلعين على العملية بنفسها هؤلاء تجمل هذه العملية تحدد فريق من المشاركين الذي لهم علاقة بموضوع التحسين عادة هنا لا تهمل أي قسم له صلة بعملية التحسين سواء كان هذا القسم له علاقة بالعملية بشكل مباشر أو قسم له علاقة بعملية الدعم كذلك أيضاً كون فريق من أعضاء ذو الكفاءة والخبرة في موضوع التحسين عادة هنا شيء مهم جداً نقوله لا يكون عندك المعيار أنه والله يريد أن نحطيه بخارج دوام هذا ليس المعيار المعيار هو التخصص في العملية المعيار هو العلاقة بالعملية المعيار هو لعب دور أساسي في العملية أو لعب دور داعم في العملية ليس المعيار أنه والله فلان يا أخي ما أعطينا خارج دوام بالله خلوه يحضر معاكم خلوه يحضر معاكم ليس هذا المعيار أيضاً في تحديد الفريق هنا في التنظيم نظم الآن الفريق في التنظيم نظم فريق عمل مكلف بعملية التحسين وبالتالي هنا الآن ماذا يحصل؟ احرص على ان اختيار فريق عمل من المختصين الذين هم على دراية في هذه العملية عادت هنا حدد حجم الفريق كم سيكون حجم الفريق أيضا تأكد من الأعضاء يمثلون مختلف المستويات الإدارية في المنظمة يعني عندك إدارة علية، إدارة وسطة، إدارة تنفيذية، إدارة تشغيلية اختيار وتكليف الأعضاء اصدر لهم قرار بأنهم مكلفين بالعمل ليش؟ حتى ما يجدون ما يحصلون نشو وقت هم فعلا قلنا لهم بس عمل طوع لا، لا، سوينهم خطاب تكليف أنهم مكلفين بهذا العمل استعد أيضا خلي عندك استعداد لتوثيق خطة عمل الفريق ودربهم كيف يستطيعوا يكون عندهم خطة عمل فعالة وإذا احتاج هذا الفريق إلى تدريب ما في مشكلة قم بعملية تدريب فريق العمل حتى يكون فريق العمل جاهز إذن هذه مرحلة التنظيم حد عنده ملاحظة عليها؟ يعني هاي المرحلة منركز عليها على وعي الموظف أو الأشخاص أعضاء الفريق بالمشكلة وكافة بياناتها فكز على الوعي رائع ومهم جدا هنا عندنا أن يكون عندهم تدريب وتأهيل جيد وأيضا عندهم شفافية في الطرح بعد التنظيم سيكون عندنا الآن مرحلة التوضيح هذا الفريق بعد ما دارنا كلفناهم وجبناهم ودربناهم بشكل عام على الجودة وعلى حلقات الجودة وعلى الشفافية يحتاجون الآن إلى مجموعة من نتائج لمعرفة الفجوة وتوضيح الفجوة نحن أصلا قصونا في نموذج شوهارت حطط ثم نفذ ونحن ندرس درسنا طلعت عندنا إحصائيات في الإحصائيات طلعت عندنا أرقام وبيانات توضح أن هناك فجوة الآن وضح الآن بالأدلة لهم إيش اللي خلاك تقول أن هناك مشكلة وهناك انحراف فهنا الآن في هذه المرحلة نوضح ونشرح فيها للفريق العمل المشكلة إيش التوتر اللي عندنا إيش اللي نشعر به إيش فرصة التحسين اللي نعتقد بوجودها والصوراتنا وتوقعاتنا حتى تطلعاتنا التحسينات التي يقدموها دائما نوضح لهم إيش ممكن نقدم هنا في هذه الحالة تشمل التأكد من جميع أفراد الفريق مستوعبين تماما لعمليات الحالية وأيضا أن نرسم خريطة التدفق لتوضيح الوضع الحالي والعمل الحالي وإننا نريد أن نكون وضح لهم بخريطة الدفق الوضع الحالي الوضع المأمول ووضح بالصايبوك إيش التحديات الموجودة عندنا واستخدم أيضا الديماك عشان توضح لهم بالديماك أين الموجود عندنا الآن كذلك أيضا في هذه الحالة اجمع بيانات من جميع الجهات اللي فيها علاقة بالموضوع وبالنتائج المرجوة وقم بعملية العرض عليهم قلهم يا جماعة ترى عندنا إشكالية هذه المشكلة اللي عندنا في هذه المرحلة في مرحلة التركيز دائما عندنا الشيء التالي توضيح العمليات المطلوبة إجراء التحسين عليها عشان الفريق لما يشتغل ما يسبب هدر لا إحنا عارفين الفريق على ماذا يشتغل في هذه الحالة وضح واشرح المعارف الحالية المتوفرة إيش شيء اللي إحنا نعرفه إيش الأدلة اللي عندنا موجودة عن العملية أيضا يقوم الفريق بتحديد مفهوم محدد العملية لازم الفريق بأنفسهم يقوموا بتعريف العملية بتحليل الصايبوك بتحليل الديماك عشان يحللون كل شيء عن العملية ومفهوم محدد للواقع ومارساته ممكن الفريق ينزلون للقنبة يروح يتأكدوا من الواقع يقوم الفريق بحصر ودراسة واستراض المعارف المتوفرة في الواقع الراهن لممارسة العملية أيضا يقوم الفريق يجب أن يصل الفريق لدرجة عالية من الفهم الجيد وإحنا لازم نناقشهم وعادة نطلب منهم عرض ونقولهم اعرضوا لنا إيش الإشكالية الموجودة وهذا راح تلاحظون بعد شوي عندنا ورقة نسميها ورقة التقرير هي حقيقة ليست ورقة صغيرة هي عبارة عن حائط هذا الحائط تعلق عليه النماذج عشان يعرضوها على من؟ على الفريق C أو عليك أنت كخصائي جودة حتى يقنعوك بوجود فجوة وهذا سنلاحظه بعد قليل سنتعرف عليه وبعد كذا الآن يجب أن يتبكى الفريق من تحديد فجوة الأداء وبدقة ويجب أن يحددوا الطريقة التي سيعملوا عليها كممارسة عمل ولا نسمح لهم بالعمل حتى يؤكدونا أن هناك فجوة أداء موجودة فليس الهدف هو هدر للوقت وهدر لأعمال الفريق وليس الهدف هو أن ننفذ شيء صوري لا الهدف هو سد فجوة حد عنده يا جماعة ملاحظة على هذه المرحلة؟ الله حسيني يا السلام طيب بعد التوضيح سنبدأ في مرحلة الفهم يجب أن نتأكد أن الفريق فعلا شبع شبع بالفهم الجيد لما يجب القيام به قبل أن يبدأ في التخطيط والفهم معناه هذه المرحلة نسميها مرحلة الفهم أو نسميها مرحلة الاستيعاب إن الفعل لو قلت لكم المهم جدا بالنسبة لنا عند الموظف مرحلة الإدراك فأن يكون مدركا تماما ليس بس لمشكلة لا مدركا أيضا بالظروف المحيطة بالمشكلة وبالتالي في هذه المرحلة يجب أن يفهم الفريق إفهم المشكلة شخص المشكلة وأسبابها الجدرية ألم نقول أنه نتكلمنا عن كايزن الكايزن يركز على الحل الجدري للمشكلة إذن لابد أن يعرف ما هي الحلول الجدري السباب الجدرية لأدت لموجود المشكلة أيضا الظروف المحيطة الرائز المحيط بهذه المشكلة النتائج المطلوبة أيضا إيش هي يذهب الفريق لمقابلة المدراء ويسمع منهم في هذه المرحلة يسعى فريق التحسين لتفاهم التوتر الموجود وتحليل المشكلة ليس حلها بل عملية التحليل وتشخيصها ومعرفة الجذور الأساسية لها وتحليل تحليل منطقي لها في هذه المرحلة تعتبر مرحلة حساسة ليش؟ لأن الفريق يجب أن يتأكد من البيانات ويشكك في البيانات الموجودة وقد يعيد أيضا عملية البحث حتى يتأكد أنه فهم كل شيء بشكل صحيح في هذه المرحلة تشمل تحديد الأدوات التي سيستخدمها الفريق لحل المشكلات وتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات أيضا يجب تم جمع المعلومات من تجارب مماثلة لأفضل ممارسات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي عشان الفريق يقول كيف سنستفيد من أفضل ممارسات ثم أيضا في هذه المرحلة نحدد جميع الحلول التي يمكن أن تؤدي لتحقيق النتائج نحن نحن الآن لم نبدأ بالتخطيط لكن الفريق بدأ يوسع مداركه حول هذه المشكلة في هذه المرحلة يتم عملية التركيز فيها على الفهم يكون فيها فهم مصادر الاقتلاف في العملية ما الفرق الذي يصنع الفرق في هذه الحالة يفهم فيهم أسباب الاختلاف وفجوة الأداء بين الواقع المأمول في مرسة العملية أيضا يقوم الفريق بإجراء عمليات قياس لقياس حجم فجوة الأداء ومعرفة وتحديد أسباب الاختلاف فجوة الأداء بين الواقع المأمول في مرسة العملية أيضا يقوم الفريق بوضع خطة عمل لجمع البيانات اللازمة كذلك أيضا القيام بعمليات جمع بيانات أيضا يقوم الفريق باستخدام المعلومات والبيانات تتوصل لها الفريق لحتى يستطيع أن يضع خطة أهداف محددة يحدد فيها فجوة الأداء بعد ذلك بعد أن يقوم الفريق بهذا كله سيأتي الآن دور مهم جدا أن الفريق الآن سيقوم بعملية الآن هي عملية إضاح بأنه فهم هذا كله سيقدم تقرير هذا التقرير سيقدم فيه مستوى الفهم الذي يوصل له الفريق فيه سؤال فيه استفسار عن هذه المرحلة طيب بعد ذلك ستأتي عندنا مرحلة سنذهب الآن مرحلة التحديد في التحديد الآن فيها نقوم بعملية تصميم العملية سنحدد ما الذي نريد أن نقوم بتحسينه في هذه المرحلة اختر الإجراء العملي الأفضل الفريق بعد ما حدد الفجوة بعد ما حدد خياراته سيحدد الفريق الآن أفضل خيار بالنسبة له يحدد ما هي الحلول المتاحة ويختار أفضل حلول لتأدي فعلا التحقيق النتائج المرجوة هنا الفريق سيقول إحنا والله وجدنا أن عندنا خيارات خيار رقم واحد خيار رقم اثنين خيار رقم ثلاثة خيار رقم أربعة والخيار هذا لميزة وهذا لميزة وقد يستخدم الفريق هنا الآن قبعات التفكير ويستخدم فيها القبعة الصفراء لتعوضيح ميزات كل حل من هذه الحلول ثم بعد ذلك سيشمل هذه الفكرة الآن عندنا مرحلة التحديد تحديد التحسين المناسب يقوم الفريق بتحديد نقاط محددة يرون أنها من المحتمل أن تتحسن ضمن العملية يحدد الفريق الإجراءات لتعين اتخاذها للتحسين العملية مع مراعاة وجوب أن يدعم الفريق مرئياته بأدلة موثقة تقول إنه لو سوينا هذا سننجح لأن إحنا شقالين على فكرة سبب ونتيجة ويوضح الفريق الفرضية لوضعها إشهية لوضعها للحل ثم أيضا في هذه المرحلة سيبدأ الفريق يطلب الفريق من فريق سي اللي هو أخصائي الجودة أو الفريق الإداري المشرف يطلب منهم الآن موافقة هذا الموضوع عشان يبدأ في التخطيط فإذا حصل عندنا الموافقة سينتقل الفريق من مرحلة عمليات التركيز إلى عمليات جديدة فيها نبدأ عمليات التخطيط فسنبدأ الآن نحط خطة لمشروع التطوير والتحسين حشان نقوم بعملية الآن تنفيذ العمل التحسيني هنا الآن هي المرحلة نخطط فيها لتنفيذ الحل والبديل الأنسب لتم اختياره في مرحلة التحديد هنا تظهر أهمية تفعيل التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي حتى ننفذ المهمة بكفاءة وفاعلية في هذه المرحلة تشمل حدد مهام بمواصفات وضع جدول زمني لها أيضا خصص الموارد وحدد المسؤوليات وحصوا على دعم الجهات المشاركة والمتأثرة ضع نظاما للمتابعة عشان تستطيع توقف على كل شيء يضع مؤشرات أداء حدد كيف راح تتابع استخدم الـ OKR عشان تقوم بالتحديد ثم في هذه المرحلة في مرحلة التخطيط نحن الآن دخلنا في عملية دورة ديمينج في التخطيط الآن قم بعملية التخطيط للتحسين قم بعمليات التخطيط لتحسين العمليات قم بعمليات التخطيط لإدارة التغيير من خلال عملية دراسة عملية واضحة اتخذ قرارات بشان ما يمكن تحسينه حدد البيانات المساعدة لك ومصادرها عشان تكون أنت الآن فعلا عندك خطة صمم العملية بشكل صحيح ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة التنفيذ قم الآن بتنفيذ الخطة قم بالتنفيذ الآن نفذ المشروع هذه المرحلة يقوم فيها الفريق فعلا بتنفيذ المشروع وتطبيقه وهنا الآن يتحول الجودة إلى شيء عملي مشروع عملي كما قلت لكم النموذج يجب أن يتحول إلى برنامج عملي يتم فيه التطبيق وسد الفجوات في هذه المرحلة تشمل نفذ الحل الأمثل ثم استخلص من خلاله استخدام الأفكار ثم قم بعملية دعم ذاتي لتنفيذ بالتدريب والتعليم والعفرات وساندهم اجمع بيانات حدث أيضا وتابع حتى نقوم بعملية تحسين مستمر في هذه المرحلة في التنفيذ دائما عليك الشيء التالي قيم في فاعلية قيم إيش اللي تم اجمع بيانات كبيرة وصغيرة عن كل شيء عشان تستطيع يكون عندك شواهد الدل فعلا أن أنت ما قدمته فعلا وفق نتائج مدروسة وفعلا ذو نتائج صحيحة ثم بعد ذلك تحقق من البيانات لتحسين عملية تحسين أرصد نتائج التغيير وافتق نتائج هذا التغيير عدل التغيير إذا كان ضروريا وممكنا عشان يكون عندنا تغييرات فعلا جوهرية تأكد أن كل شيء تم تنفيذه وفق المخطط ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة هي مرحلة التحقق في التحقق افحص هل فعلا انسدت الفجوة؟ الآن في هذه المرحلة الفريق سيحدد عندنا هل حصل عندنا مطابقة بين ما هو مخطط له وبين ما هو منفذ؟ هل فعلا نحن عندنا الجودة تتحرك؟ تشمل التحقق من الأهداف والنتائج؟ هل فعلا تحققت؟ هل قارن بين البيانات اللي كانت عندنا جمعناها قبل أول مشكلة والآن؟ أشوف الآن نجد الانحرافات اللي عندنا ابحث عن أحداث غير متوقعة وغير مرقوب فيها قد تكون حدثت وقد تكون فيها بوكيوكي وقم بعملية الآن تحسينها أيضا وقم بعملية علاجها تشمل أيضا هذه المرحلة الشيء التالي في معلومة التحقق تأكد من تنفيذ الحلول الدائم اللي تم تحديدها أيضا نفذ الخطة على نظاق ضيق أولا قبل ما تعممها تأكد أن الخطة عندك الآن منفذة عشان تستطيع تقوم بعملية توسيعها قم بعملية تعليم وتدريب جميع الأشخاص لأنها فرصة لعملية تعلم اجمع البيانات حدث قواعد البيانات هل تم تحسين العملية؟ هل تم اجمع البيانات بشكل صحيح؟ المطلوب المحافظة على التحفيز والجودة أن الناس يشعرون أنهم مندمجين ونتأكد أيضا أننا على المصاري الصحيح أنه فعلا في عندنا تحسينات أيضا بعد ذلك ابدا في المرحلة الأخيرة وهي المرحلة التاسعة التأكد أن هذا الموضوع أصبح ثقافة تنظيمية وأنه أصبح شيء مستمر وأنه أصبح عندنا معايير سنحافظ عليها بشكل مستمر في هذه المرحلة يقوم فريق العمل بالاستفادة من التقذية الراجعة المتحصة عليها في المرحلة السابقة المراحل التحقق في اتخاذ إجراءات استمرار على عملية التشغيل في هذه المرحلة تشمل يتم إجراء عمليات تصحيحية استمرار في التنفيذ جعل هذا الموضوع أصبح ثقافة تنظيمية أيضا يتم إنجاز تأكد أنه كل شيء تم إنجازه بشكل صحيح في جميع الأحوال استمر في الرصد والمتابعة حتى تتأكد أنه كل شيء دائما يشتغل بشكل من يعني شكل صار عندنا أتمت له فصار عندنا الآن لوج دائم ومستمر وأنه عندنا دائما تحسينات في هذه المرحلة دائما استمر في عملية التحسين وهنا دائما قم بكل ما هو ضروري لحفاظ على عملية التحسين وضمان الجودة دائما اعمل على عملية التعليم والتدريب ونشر الثقافة ضع سياسات ضع دروس مستفادة تبادل خبرات مع الآخرين حول أفضل النتائج قم بعمل على إيجاد آلية تحسين مستمر زيادة المكاسب الثانوية نفذ التغييرات المطلوبة في بيئة العمل إذا فشل التغيير والتحسين يجب التخلي على الخطة الغير ناجحة وإجري تغيير جديد لا تكون أنت حريص تكون عندك لين اللين معناه مرونة يجب القيام بإجراء كافة التعديلات اللازمة ثقف الناس في عملية جديدة قم بتوثيق كل التغييرات تقاسم النجاحات واصل دائما عملية رصد النقاط الفرص التحسينية حتى تقوم بالتحسين بشكل مستمر سؤالي لكم حتى الآن أحبة الكرام ما الذي استفدنا من هذه الخطوات اللي مرينا عليها سريعا أسمع منكم عشان أبدأ أن تقل للنقاط أخيرة فضلوا شاركونا السؤال دكتور معلش اليوم يعني أمام التحديات العالمية اليوم بلا شك أنه تجعل المؤسسات منظومات تنهج أسلوب علمي منظم لمواجهات واستخدام الطاقة البشرية بكفاءة وفعالية أنا السؤالي هنا دكتور على هذا الموضوع هناك سبع أدوات للجودة وربما هذه الإضافة لها وفي غيرها مضاب متى أستخدم ومتى أستخدم الأدوات السبعة يعني كل أداء متى أستخدمها وفي موقعها بالضبط يعني عشان أستطيع أن أحسن على التحسين إحنا تحدثنا عنها في حلقة سابقة وقلنا أن عندنا الأدوات السبعة نتحد للجودة متى نستخدمها تكلمنا عنها في حلقة ضبط الجودة ممكن تعود لها وترجع لها لكن مع ذلك هذه الأدوات الموصبة باستخدامها في هذا النموذج يعني نستخدم في نموذج البحث نستخدم ورقة جدول التبويب جلسات العصف الذهني نقوم أيضا في نموذج التنظيم باستخدام العصف الذهني التصويت المتعدد شكل إنفينيتي وهو عبارة عن شكل يساعدنا في عملية معرفة كيفية الأداء العملية دينيميكية المجموعات أيضا في التوضيح نستخدم جلسات العصف الذهني خريطة دفق المصار شكل السبب والأثر أيضا إشيكاوة عظم السمكة هذه كلها من أدوات اللي نسميها أدوات الجودة أيضا في مرحلة الفهم نحن نستخدم ورقة جدول التبويب العصف الذهني مخطط التشغيل خريطة شكل باريتو مدرج التكراري في مرحلة عندنا أيضا التحديد نحن نستخدم التصويت المتعدد شكل إنفينيتي تقنية ميتابلان أيضا في مرحلة التخطيط نحن نستخدم خريطة جانت أيضا نستخدم في التنفيذ خريطة الدفوق المصار ورقة جدول التبويب نستخدم أيضا جلسات العصف الذهني جدول التخطيط التنفيذ الفحص كل هذه الأدوات نستخدمها في وقتها المناسب إذن بالنسبة لنا هناك مجموعة من الأدوات تسمى أدوات الجودة السبعة العودة لها نحن أخذناها في جلسة لما تكلمنا عن ضبط الجودة أين نستخدمها وكيف نستخدمها نقوم باستخدامها على حسب عمليات الجودة في مرحلة الفوكس والبي دي سي اي طيب تعال بنا الآن نسأل سؤال كيف نستطيع أن نعرض التقرير أنا قلت قبل شوية أن في عندنا تقرير هذا التقرير نسميه تقرير العرض عادة ماذا نفعل عند تكوين فريق العمل في نموذج التحسين المستمر يحدد ركن ركن على الجدار ركن ممكن حتى نحط على بنار أو شاشة اكترونية شاشة اكترونية كبيرة هذه الآلية تساعد الفريق على عرض أفكاره لجنة فريق A يعرض أفكاره على الفريق C وهذا التقرير يصبح تفاعلي يوضح لنا كيف تم عملية الحال هذا التقرير أصبح ستاندر هذا التقرير بالشكل التالي مثلا نقول عندنا الآن في وضع التقرير أولا هنا أكتب عندنا هنا أكتب في الـ F أعثر على عملية تحتاج تحسين ودونها هنا إذن هنا سأكتب الآن ما هي العملية لتحتاج تحسين ثم بعد ذلك سأقوم بعملية الآن أنظم فريق عمل للتحسين قم بتحديد من هم فريق العمل اللي اخترتاهم عشان يقوموا بعملية تحسين ثم بعد ذلك قم بعملية تحديد وضع إيش الإجراء العمل اللي أنت تريد أن يحسنوه ثم بعد ذلك ما هي الأشياء اللي فهمناها مصادر الاختلاف إيش الشيء اللي فهمه الفريق واستنتجه من اختلافات ما بين العملية كيف تعمل في الواقع وكيف هي أصلا في مرحلة التخطير ثم هنا دون عندنا الآن حدد التحسينات المطلوبة هنا ضع فلو شارت للعملية كيف تعمل وكيف رح تقوم بعملية تحسينها ثم ضع عظم السمكة لتحليل الآن السبب والنتيجة ضع رصب باريتو أيضا لتحديد الانحرافات كيف كانت قبل وكيف كانت بعد ثم ضع أيضا دون هنا دون هنا الخطة التحسينية ما هي خطتنا في التحسين نفذ الآن ماذا عملنا في عملية تنفيذ خطة التحسين ثم بعد ذلك قم بعملية تحقيق النتائج اكتب النتائج اللي تم عملية التوصل لها كملاحظات ثم دون هنا استمر في تحسين المحافظة عن النتائج ثم ضع الآن رسم بياني يوضح كيف العملية بعد التحسين عشان تورينا الآن ايش اللي حصل كيف كانت الرسمة قبل التحسين في باريتو شارت وكيف صارت من كونتورل شارت الآن بعد عملية التحسين إذن هذا هو القالب الخاص بعملية التقرير لسيو تيم اعطينا مثال هذا مثال لأحد المستشفيات الآن فريق عمل في المستشفى العسكري في القوات المسلحة بشرورة فريق عمل يتكلم عن التخلص من النفايات ومشكلة في التخلص عن النفايات ويوضح الآن المشكلة كيف ستكون موجودة كمثال يوضح الآن فيها في حرف الـ أي شيء المشكلة اللي عندهم موجودة وعندهم مشكلتين مشكلة الآن في موضوع اللي هو الآن في التعامل مع الأشياء الطبية ويوضح لك الآن كيف عملنا إذن نحن سنقوم الآن ببناء الآن قالب هذا القالب سيصبح بالنسبة لنا الآن تقرير يوضح لنا كل عمل عادة ماذا نفعل في مرحلة البحث يستخدموا هذا النموذج عدد اسم مشروع التحسين بس قبل ما نروح من هنا خلني أسألكم أولا ماذا استفدنا لما عرفنا أن عندنا تقرير سيكون بهذا الشكل أسمع منكم تعليقكم حول التقرير في حد عنده تعليق قبل ما تستمع حلقة الجودة يعني ممكن تزويدهم بهذا التقرير وبالتالي يكونها إبارة عن خريطة طريقة أو بالنسبة لهم للمسيط يعني عالفين وين التحسين ما هو المطلوب بالتحسين وما يمكن الآليات اللي يمكن الاستعالي بها لكن أنا سؤالي دكتور من المعني بإعداد هذا التقرير بالدرجة الأولى هو التقرير فريق التحسين فريق التحسين أنا دوري كخصائي جودة دوري أولا أني أنشر هذا الفكر وأدرب عليه عشان يعرفونه وأعرفهم بالأدوات بس هو المفروض عندي الموظفين ذلك مدربين هم المفروض يعملون معه ليس عملا فرديا هذا عمل جماعي هذا من سميه الإدارة المرئية أحسن ليس عمل فردي أبدا ما نقولش عندي شخص طيب إذن عندي الآن أولا هذه نماذج تستخدمها الفريق أثناء عمله مرحلة أولا مرحلة البحر يحدد المشروع يكتب اسم المشروع يحدد إش البيانات الحالية الموجودة عنده يحدد إش النتائج المرجوة يحدد إش الأهداف مقاسة بطريقة سمارت إش الأهداف المطلوب القيام بعملية تحقيقها هذا النموذج الآن هذا النموذج دوره يتأكد أن عندنا أهداف محددة أهداف مقاسة أهداف يمكن تكليف من يقوم بها أهداف واقعية مرتبطة بالزمن دائما يستحق أن نقوم بها قابل للتطبيق يحقق النتائج لازم يتأكد الفريق لازم يعرض الآن أنه عنده أهداف محددة فهذا النموذج الأول في مرحلة البحر في مرحلة التنظيم لازم يتحدد هنا الآن أسماء الفريق من هم الفريق اسم كل واحد وظيفته من قائد الفريق من عضو الفريق من عندنا مقرر للفريق نحدد كل واحد من الموظفين ونحدد مهمة كل واحد ليش نحن نريد اندماج الموظفين يعني عمل جماعي فضل فضل طيب بعد ذلك عندنا في مرحلة التوضيح نرسم خريطة تدفق للعملية كيف أصلا العملية كانت تعمل قبل عملية التحسين فيبدأ أولا كتابة العملية أصلا كيف تتم طيب إذا ما عندنا ناش خريطة تدفق هذا النموذج هنا في الليوم من الثمانية وعشرين يعني هذا كله تعرفنا عليه أول مفروض أن عندنا خريطة تدفق ما تدخل الناس على هذا الكلام هم ما يعرفوش الأول يعني عندنا مشكلة يا جماعة بعض الإخوة يتعامل مع هذه النماذج أنها عبارة عن موضة يعني كيف موضة يعني شو رايك نطبقها لا يا حبيبي الموضوع بنائي يعني أول شي طبق تسعة آلاف وواحد وبعدين طبق حلقات جودة بعدين تعال هنا ثم بعد ذلك حدد الآن في التوضيح حدد هذه الاستمارة استخدم استمارة نموذج جمع المعلومات حد تأكد فيها أن جميع أفراد الفريق مستوعبين للمشكلة أرسم خريطة تدفق لهم موضحة سابقا اجمع بيانات هنا حدد لهم اسم مشروع ما هي البيانات والمعلومات والإحصاءات المتوفرة ومتعلقة بالمشكلة ما هي المعلومات المطلوب البحث عنها ما يطرق الحصول عليها أين توجد المشكلة من له علاقة بالمشكلة متى تحدث هذه المشكلة ما حجم المشكلة عشان الفريق يستوعبها ثم بعد ذلك مرحلة التفهم خلي الفريق يعرض لك هذه اللوحة حدد فيها الأدوات المستخدمة لحل تحليل مشكلة شكل الإشكاوة تحليل السبب والنتيجة تحليل خريطة شكل باريتو يستخدم فيها دايماك التحليل المتوفر من التجارة ومتماثلة دايما يحدد لك إيش الأفضل في الممارسات الموجودة للتعامل معها عشان الفريق يوضح لك أنه بدأ يفهم فعلا العملية ثم بعد ذلك قم بعملية الآن استخدام مرحلة عندنا اسم مرحلة التفهم فيها يتم تصنيف الأسباب قوة بشرية موارد مالية إجراءات المكان البيئة يحدد فيها إيش أسباب مشكلات ويرسم خرطة الآن عظمة سمكة ويحدد فيها الحلول المخترحة لحل المشكلة من مهم جدا هنا أن الفريق يكون عنده القدرة أن يفهم أين الاختلاف الموجود ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة رقم خمسة هي مرحلة التحديد يحدد فيها الفريق الآن ماذا سيريد أن يعمل الفريق يحدد فيها الآن الفريق إيش هي الأشياء الحلول المخترحة يحط فيها عدد الأصوات وأعضاء الفريق نفسهم يقوموا بعملية الآن التصويت ويتم عملية التصويت بين أعضاء الفريق ونختار بناء على ترتيب الأولويات أفضل حل موجود عندنا كصوت في عملية التصويت فنختار الإجراء العملي الأفضل ثم بعد ذلك بعد ذلك نقوم بعملية الآن اختيار أدوات قد ساعدنا هذه الأدوات في عملية التحليل قد نستخدم خريطة تدفق قد نستخدم قواية اختبار توزيع تكراري خريطة السبب ونتيجة خريطة التبعثر خلائط مراقبة ثم بعد ذلك نقوم بعملية البحث عن من عن الحلول وإيجاد الحل هكذا نستخدم عملية استخدام الآن ما نسميه نموذج التحسين المستمر سؤالكم ما الذي استفدنا ما الذي تعلمنا اليوم أسمع منكم من يحب شاركنا أول شيء دكتور يعطيك العافية والصحة وإن شاء الله يا رب الله يغفر لك ويغفر لنا جميعا في هذه الأيام الفضيلة دكتور تعلمنا من هذه منهجية تحسين الآلية أو المنهج نفسه اللي أنا أتبع في حل تحسين المشاكل اللي أواجهها في أثناء العمل سواء كانت بسيطة أو كبيرة لنا منهجية والحين أنت حلة المية جزاك الله خير جدا رائعا أستاذ دلال أنا أشكرك كل الشكر على مشاركاتك الدائمة معنا جزاك الله خير فعلا هذا الأمر يعطينا منهجية واضحة للعمل ومن خلال نستطيع أن نعرف ما الذي نحن سنقوم به وأعطانا النموذج أعطانا النموذج فكرة أن نمشي على خطوات إجرائية وفريق العمل يصبح هذا ثقافة تنظيمي له شكرا لك أستاذ دلال أيضا من يحب شاركنا سيد عطيك العافية الله صلى الله سيدنا محمد بداية بل نعتبر أن الأخطاء والفجوات أو الانحرافات هي عبارة عن زي ما هو قوله في اليابان هي عبارة عن جبال من فرصة للموظفين للتدريب والتعلم وزيادة الوعي والمعرفة لكن هذا لا يعني أن وجود المشكلة بشكل يعني يجب أن يكون يعني مفروض أن يكون في بيئة العمل لغيات التحسين لا إذا لم أجد مشكلة ببحث عن فرصة التحسين هذه واحدة اثنين النظام البوكايوكي كإجراءات يعني تمنع الوقوف الأخطاء والهدف منها يعني سلامة الإنتاج إذا بدنا نيجي إحنا نطلع على حياتنا كلها يعني أنا أنا قاعد بفكر بالبوكايوكي تجد أن حياتنا كلها موجود فيها البوكايوكي في بيوتنا في سياراتنا في الشوارع حتى كلها تموجودة في البوكايوكي هي إجراءات تمنع وقوعك في الخطأ أو حتى في الخطر وإذا وضعت في الخطر الضرع عليه يكون يعني أحد المقاطرين على استحماله أو قاطرين على تجاوزه بشكل كبير أما ما يتعرف بالنسبة وهي دموضج التخسين المستمر والفوكس والحلق من ضمنك يعني هي منهجية الآن مع نهاية يعني المرنامج فعلا وضعت نبصة أهلية التطبيق العملي صح وسهلت علينا المفهوم ممكن أنه إحنا بكع الصبح أي واحد فينا متصور من الزملاء أن ينزل للميدان في مكان عمل ويقدر المطرقها جزيزة كل الخير سيدي وأرسلتكم في المجموعة تقريرين طلعتم عليها نزلتها لكم على شكل بديف تقريرين لورش عمل أنا أقوم بها لمكن لاحظتها مع مجموعتين مختلفة في موضوعين مختلفة كنا نستخدم فيها نموذج التحسين المستمر اللي هو عبارة عن هذا النموذج كتطبيق عليها عملي كورش عمل تطبيقية ولما تقرأ التقرير أنا في التقرير أشرح بالتفصيل كيف كانت كل ورشة وكل ورشة كيف تم عملية شرحها أرجو أن تطلعوا عليه لأنه تفصيلي جدا ويساعدك الآن تفهم إحنا كيف نشتغل في هذه الآلية أيضا من يحب شاركنا أول شيء دكتور أنا أشفرك سماح لي بالانضمام لهذا المجموعة وهذا الكوكب الرائع جدا ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر بما تقدم دكتور والسهاد الزمل اللي موجودين شكرا لكم وشكرا على هذه الفرصة شكرا لك كل الشكر ساعدين بوجودك معنا إذن أحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى نحن أحبة الكرام نتحدث اليوم عن سباغ سباغ مهم جدا في التطوير الكل يسعى له كل المنظمات كل الدول اليوم تسعى لأن تصبح رقما صعبا في عملية التطوير نحن أحبة الكرام في برنامجنا برنامج التمهير رمضاني لإعداد أخصائي الجودة الشاملة استعرضنا مجموعة من مواضيع نحن استعرضنا حزمة الثقافة التنظيمية بناء وممارسة عمليات الجودة أيضا حزمة ضبط وتأكيد الجودة حزمة تحسين مستمر كنا قد انتهينا من حزمة الثقافة التنظيمية بمواضيعها السبعة وحزمة بناء وممارسة عمليات الجودة بمواضيعها السبعة وحزمة ضبط وتأكيد الجودة بمواضيعها السبعة وحزمة التحسين المستمر بمواضيعها السبعة تنتهي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة آخر موضوع لدينا بكرة موضوعنا جوائز الجودة العالمية بعد أن أصبحت المنظمة الآن بإذن الله قادرة عن نجاح أصبح عندنا قدرة على تحزينها غداً سيكون موضوع مهم جداً بالنسبة لنا سنتعرف على جوائز الجودة سنتعرف أيضاً على كيفية تقييم الأداء للجودة وسنتعرف على كيفية أيضاً تدقيق الجودة هذا موضوعنا غداً بإذن الله سبحانه وتعالى فأهلاً ومرحباً بكم وتفضلي دكتورة نجوة أصعد الله جميع وقاتكم باسم طريق مركز الإفقان ومكتب مهارات النجاح لإستشارات تعليمية والتربوية نشكركم أيها الأحبة على وجودكم معنا في اللقاء السابع والعشر والنموذج التحسين المستمر للأداء ضمن الحزمة الرابعة التحسين المستمر من البرنامج الرمضان الثاني التدريب على مهارات أقصاء الجودة سعيدنا بخدمتكم ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا وبإسمكم وإسمنا نقدم الشكر الزره والتقدير أجله والاحترام أكمله والودة أوفره والامتنان عظمه مسعادة المدرب والخبير استشاري وكبير مدقيقي الجودة الدكتور محمد العامري على تميز أداءه ورفيء أخلاقه وتفانيه بالعطاء في جميع رحلاتنا التدريبية معه قطب الله أجر وبارك في جهود شكرا للفريق العام المساندي والمتميز السيدة ليلى والسيدة نور والسيدة البندري والسيدة صندر وجميع الفريق على الجهود المبارك والتعاون المثمر بالإشراف والدعم الإداري والفني واللوجيستي مما كان له الأسر البارق في نجاحاتنا والشكر موصول لكم مرة أخرى أيها الأحبة على قدوركم وتفاعلكم كونوا معنا وتابعونا على مواقعنا الموجودة بالمجموعة وإلى اللقاء الأخير فدا إن شاء الله على نفس الموعد وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين استودعناكم عند الله ولا تنسونا من دعاكم استودعكم الله اشتركوا في القناة